في مادة الكيميا مادة الكيميا تعتبر من أسهل المواد العلمية وأمتاعها وسهل جدا أني أحصل فيها على العلامة الكاملة ولكن بدكم تكونوا على ثقة وبدكم تختاروا أستاذكم بعناية بحيث أن هذا الأستاذ هو اللي رح يوصلني للعلامة الكاملة بما شئت الله ما يميز مادة الكيميا في حصص أونلاين بالنسبة لبطاقة الأستاذ يوسف القاق أنه شارحين فيها جميع تفاصيل وأسئلة الكتاب الموجودة للمادة بحيث شارحين جميع الأسئلة الداخلية الموجودة في الكتاب وأسئلة الفصول والوحدات بشكل فيديوهات منفصلة يعني أسئلة الفصول والوحدات بتلاقوها في فيديوهات منفصلة بحيث نشرحها بتفصيل ممل لأن أنماط الأسئلة الوزارية تجعلها أيضا بالنسبة للأنماط الوزارية شارحينها مضمنة في داخل الفيديوهات بحيث كل فكرة من أفكار الكتاب نشرح شو أنماط أسئلة الوزارة اللي بتيجي عليها ومنوضعها بأسهل الطرق الممكنة أيضا أستاذي بالنسبة لأنماط أسئلة الضع دائرة راح نضيف خصيصا لطلابنا جيلة 2003 تحديدا أستاذي راح نضيف لكم فيديوهات أسئلة ضع دائرة بعد كل فصل من كل وحدة شو ممكن يجين أنماط أسئلة وزارة عليها بالتفصيل الممل عشان شو ما كان إجا نمط أسئلة الوزارة سواء إجا أسئلة مقالية أسئلة موضوعية ضع دائرة أملأ الفراغ صح خطأ XO شو إجا نمط السؤال راح نجيب العلامة الكاملة بإذن الله حبايب قلبي أنا وعدكم وبوعدكم ومستمر في وعدكم إن شاء الله ما أقصر معكم إن شاء الله بإذن الله راح توصلوا للعلامة الكاملة بمتابعتكم لهذه الفيديوهات ولكن بدكم توعدوني لما تحضروا الفيديوهات يمشوا معي خطوة خطوة بحيث كل سؤال أنا بحله إنتوا حلوه معي بحيث إنتوا تعيشوا تجربة الشرح بحيث كإني موجود معكم في حصة خصوصية بحيث شرح الموجود هون بصراحة أفضل من أفضل أستاذ خصوصي ممكن السلام عليكم أهلا وسهلا بكم طلابنا معكم الأستاذ يوسف القاق من موقع حصص أونلاين أنا مدرس مادة الكيمياء وبفتخر أني أكون مدرس لمحاربين إن شاء الله عظماء جدا راح يخطوا النجاح بأسطر عريضة جدا ورح يفرحونا بالعلامات الكاملة طلابنا أنتوا عشتوا تجربة جيل الألفين واثنين وإنتوا راح تخطوا تجربتكم بإيدكم وإن شاء الله فالكم العلامات الكاملة افرحنا كثير لطلابنا في السنة الماضية في العلامات الكاملة وافرحنا في العلامة المية من مية لكثير من طلابنا على موقع حصص أونلاين وافرحنا كثير كمان في العلامات الكاملة اللي جابوها طلابنا في مادة الكيمياء مادة الكيمياء تعتبر من أسهل المواد العلمية وأمتاعها وسهل جدا أني أحصل فيها على العلامة الكاملة ولكن بدكم تكونوا على ثقة وبدكم تختاروا أستاذكم بعناية بحيث أن هذا الأستاذ هو اللي رح يوصلني للعلامة الكاملة بما شئت الله ما يميز مادة الكيمياء في حصص أونلاين بالنسبة لبطاقة الأستاذ يوسف القاق أنه شرحين فيها جميع تفاصيل وأسئلة الكتاب الموجودة للمادة بحيث شرحين جميع الأسئلة الداخلية الموجودة في الكتاب وأسئلة الفصول والوحدات بشكل فيديوهات منفصل يعني أسئلة الفصول والإحداث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو اللي عخدة من لساني يفقاه قولي ربي يفتح عليكم وينور عليكم حبايب القلب يسعد روحكم إن شاء الله حبايب القلب أتمنى منكم تعملوا مشاركة للفيديو تعمل مشاركة للمجموعات للقروبات اللي عندكم على الواتساب مجموعات الفيس لعشان أي حدا يستفيد منها اليوم إن شاء الله رح نفرتك درس الخلايا القلبانية فرتكة بيظل علينا إن شاء الله لحصة جاي من حل جميع الأنماط الأسئلة الوزارية ورح نركز على الضع دائرة تحديدا على درس الخلايا القلبانية عليها كم هائل معلمات فبدنا نستغله سهل جدا بدنا نركز في هذا الفيديو بس قبل ما نركز بدنا ندير بالنا أستاذي إنه لازم نشير هذا الفيديو زي ما أنا واجب عليه أشرح لكم المادة في كل تفاصيلها واجب عليكم كمان لكم تشيروا الفيديو فيه تصحابكم تنشروا الخير عشان من كان عونا للخير إن شاء الله ربنا بيكون معاه وبيساعده في كل حياته بتكون صدقة جارية إن شاء الله في ميزان حسنات الجميع فبتمنى من الجميع عمل مشاركة إلى الفيديو على أساس إنه إيش الكل يستفيد إن شاء الله هين أنا قاعد بشير عندي على القروبات شيروا أنتوا عندكم على القروبات على أساس الكل يستفيد حبايب قلبي الله يسعد قلبكم يسعد روحكم وإن شاء الله ربي لا يضيع لكم تعب رسالة شكر للمايسترو عزيز والمايسترو محمد وأحلى تحية للشباب اللي عدبك وهي الهدف مرصود وإن شاء الله نفرح في عرصكم إن شاء الله تعزمونا كلنا على مناسف ونخسر لكم مصاري كثير الله يفتح عليكم حبايب القلب نستنى شوي أبين ما يتجمع العدد العدد إن شاء الله يكون كويس اليوم حصة لطلاب العلمي سواء كنتوا تكميلي أو كنتوا معيدين على النظام القديم أو معيدين أو نظاميين جيل الألفين وثلاث وهذا الفيديو كمان لطلاب الزراعي والاقتصاد المنزلي زراعي اقتصاد منزلي إذا كنتوا جيل الألفين ألفين وواحد ألفين واثنين مش مطالبين فيه جيل ألفين ألفين وواحد طب أستاذ أنا أكثير طلاب زراعي واقتصاد منزلي بلا إنه علي بحكولي أستاذ أنا مش عارف شو المادة الداخل معي أستاذ تخيل أنت تقدم ابتحان وش عارف شو المادة الداخلية معك المادة الداخلية معك نفس مادة العلمي إذا كنت معيد إذا كنت أدبي زراعي صناعي اقتصاد منزلي شو ما كان تخصصك تمام وحولت على زراعي حولت على اقتصاد منزلي حولت على زراعي أو اقتصاد منزلي كنت موليد 98 99 2000 أو ما قبل أنتوا مطالبين نفس مادة العلمي نفس مادة العلمي لهي جيلي 2002 واللي بشرحه أنا مطالبين فيه أنتوا كمان فضروري جدا أستاذي الكل يحضروا الكل يعرف فيه عشان ربي لا يضيع لكم تعب حباي بالقلب ربي يسعد مساكم وينور عليكم وإن شاء الله خميسكم فلا إن شاء الله يا رب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ظل حدا ما منشن حدا على أساس إيش نعمل اللهم صلى على سيدنا محمد نعمل منشن مشاركة للجميع عشان الكل يستفيد والله كثير طلاب تتغلب في هذا الدرس درس كثير مزعج للطلاب ولكن احنا بنوخذه بطريقة لوبتال بطريقة مختصرة وراح تشوفوا كيف إن شاء الله من خلال بثنا لليوم الله يسعد قلبكم يسعد روحكم إن شاء الله حبيب القلب حبيب القلب حبايب قلبي الله يسعد قلبكم طيب مايك أوف دقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا الشباب اليوم بخفوا دمهم علي فأسا بنكسهم على البث المباشر إيش؟ ويك اند خميسك فلا إن شاء الله بخفوا دمهم بس شوي الشباب فأسا بنكسهم شوي منجهزين لنا أو أنتوا على التعليقات نكسوا لنا عبدالعزيز ومحمد اسمهم أوعك تعمل بلوك لواحد أوي القلب يلا قل بسم الله الحصة الماضية أخدنا عن الخلايا الجلفانية وحكينا عن الخلايا الجلفانية بأنها خلايا كهروكيميائية تحدث فيها تفاعلات التأكسد والاختزال ركزنا على كلمة تلقائية إن التفاعل فيها تلقائي يعني مجرد ما أخلص مواد متفاعل يحدث تفاعل بشكل تلقائي هاي الشغل الأولى الشغل الثانية أخذنا تحولات الطاقة فيها إن الطاقة تتحول من طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية ممتاز والشغل الثالث إيه شيء أستاذي الأمثلة عليها البطاريات في جميع أنواعها فجميع أنواع البطاريات هي عبارة عن خلايا جلفانية تحدث فيها تفاعلات التأكسد والاختزال بشكل تلقائي تمام؟ بطارية السيارة بطارية التليفون بطارية الريموت بطارية أي شيء اسمه بطارية هي عبارة عن خلية جلفانية وأخذنا إن الخلية جلفانية فيها قطب مصعد وفيها قطب مهبط تمام؟ وحكينا إنه مثلا إنحراف مؤشر فولتميتر باتجاه المهبط ف لو حكينا إنه هذا القطب عبارة عن قطب مصعد تمام؟ تمام..เปنتنتقل الإلكترونات من قطب المصعد إلى قطب المهبط وينحرف مؤشر جهاز فولتميتر باتجاه إيش؟ المهبط و先 وسمينا هذا القطب مهبط لانه هبطت الإلكترونات عليه وهذا مصعد لانه صعدت الإلكترونات منه هذا بخهدنا لحصة الماضية وحكينا المصعد إشارته سالبة والمهبط إشارته شمالها موجبة حكينا المصعد بيصير عليه تفاعل التأكسد والمهبط بيصير عليه تفاعل الإختزال حكينا المصعد بأنه تقل كتلته مع مرور الزمن بينما المهبط تزداد كتلته مع مرور الزمن وحكينا بالنسبة لتركيز الآيونات الموجبة تحديدا بأنه في وعاء المصعد يزداد تركيز الآيون الموجبة بحيث يكون عكس الكتلة والمهبط يقل تركيز الآيون الموجبة هذه شغلات أساسية جدا تعلمناها في الحصة الماضية وحكينا عن القنطرة الملحية تعتبر الدارة الداخلية للخلية القلفانية بحيث تتحرك فيها الآيونات أهميتها تعمل على حفظ التعادل والتوازن والكهربائي بين الوعائين وإكمال الدارة بحيث تحفظ التوازن بحيث أستاذي أنا مش مطالب بحركة الآيونات يعني إجمالا ممكن يسألني في حركة الإلكترونات عبر الدارة الخارجية أما حركة الآيونات عبر القنطرة الملحية مش مطالب فيها كان زمان جيل الثمانية وتسعين وما قبل كانوا مطالبين فيها ولكن مع تحديث المنهاج تغير المطلوب فبطلوا مطالبين بحركة الآيونات عبر القنطرة الملحية فأنتم مش مطالبين فيها والسبب في ذلك مش موجود في الكتاب فإذا أنتم بتحلوا أسئلة وزارية قديمة تمام من 1900 وخشبة بتكون إيش؟ بتكون عنا أيامها كان شو اسمه؟ فطلوا شرائط فبنتش مطالبين بحركة الآيونات عبر القنطرة الملحية طيب لو سألت سؤالي الآن لو سألت سؤالي الآن عشان نبلش حصتنا بنربطها في الحصة الماضية أخذنا عن الحصة الماضية أن الخليل القلبانية بيصير فيها تفاعل تأكسب اختزال وتنتقل الإلكترونات من قطب المصعد إلى قطب المهبط طيب شو اللي بيخلي الإلكترونات تنتقل من قطب المصعد إلى قطب المهبط؟ حكينا أن هناك تولد فرق جهد كهربائي ما بين القطبين ما بين قطب اللي هو المصعد وقطب المهبط بحيثات صار شحنته سالبة وهذا صار شمال شحنته موجبة فتولدت قوة دافعة كهربائية دفعت الإلكترونات للحركة من قطب المصعد تمام إلى قطب المهبط فمنسمي القوة المسؤولة عن دفع الإلكترونات للحركة من قطب المصعد إلى قطب المهبط بالقوة الدافعة الكهربائية للخلية القوة الدافعة الكهربائية للخلية تمام؟ أو أخذتها بالفيزي التي هي بنسميها الجهد مش القوة الدافعة أخذتها يا نفس الجهد أو فرق الجهد الكهربائي فبالتالي بنسميها أيضا بجهد الخلية ومنرمز لجهد الخلية بE خلية وهي عبارة عن أكبر قيمة لفرق الجهد بين قطبي الخلية اللي بتبع معي على الكورس أو من الكتاب هاي التعريفات مش مطالبين فيها وراح نركز على بعض التعريفات احنا مطالبين فيها ففرق الجهد بين قطبي الخلية بنسميه تمام أو أكبر قيمة لفرق الجهد بين قطبي الخلية هي القوة الدافعة الكهربائية للخلية أو جهد الخلية وفي أي شو نرمزها؟ نرمزها بالرمز E خلية تمام ولما قاسوا جهد الخلية قاسوا جهد الخلية لقوا بيتأثر في أربع عوامل العامل الأول اللي هي الأقطاب قالوا إذا تغيرت الأقطاب ممتاز تغير قيمة جهد الخلية اللي هي نفس القراءة اللي بيقراءها جهاز الفولتميتر تمام؟ طيب ماشي طيب شو الشغلات الثانية اللي بتأثر؟ لقوا كمان فيه ثلاث عوامل إضافية هاي الثلاث عوامل لازم نثبتها إيش هي العوامل؟ أول عامل اللي هو تركيز الأيونات العوامل المؤثرة في جهد الخلية اللي منرمزها E خلية أول عامل اللي هو تركيز الأيونات فلاحظوا تغيير التركيز في الأيونات بين المحاليل يؤدي إلى تغيير إيش؟ تغيير قيمة جهد الخلية ثاني عامل اللي هو درجة الحرارة لقوا تغيير درجة الحرارة للمحاليل أيضا يغير من قيمة جهد الخلية العامل الثالث اللي هو ضغط الغازات المشاركة في التفاعل بحيث لقوا إذا كان في قطب مصنوع من أي مادة غازية إذا أنا تغيرت ضغطه بتغير قيمة جهد الخلية إيه؟ طب هاي العوامل إذا أنا غيرتها بتغير قيمة جهد الخلية طب خلينا نثبتها على أساس نشوف أثر غيار أو تغيير الأقطاب شو بيأثر في قيمة جهد الخلية فقالوا بدنا نثبت تركيز الأيونات بأن يكون واحد مول لكل لتر ودرجة الحرارة 25 سليسيوس وضغط الغازات واحد ضغط جوي للغازات وسموا هاي الظروف بالظروف المعيارية شو سموها؟ بالظروف المعيارية نحفظها؟ لا يا أستاذي لا تحفظوها ليش؟ أنا ممروم بيش يجوا عليها في الوزارة ولا بيجي عليها بالعادة بس أنا بدي أعرف إنه التركيز والضغط ودرجة الحرارة إذا تغيروا تتغير قيمة جهد الخلية جميل فقالوا بدنا نثبت هاي الظروف أو العوامل ونسميها بالظروف المعيارية بحيث يختاروا التركيز يكون واحد مول لكل لتر للأيونات درجة الحرارة 25 سيليسيوس وضغط الغازات شو ما له؟ واحد ضغط جوي ركزوا معاي حاسكم شوي مش فاهمين ركزوا معاي أكثر بتفهموا هاي الشغلات كأساس بتلزمني للجد واللي اللي بدنا نخش عليه تفقنا؟ طيب وسموا جهد الخلية عند هاي الظروف سموا بجهد الخلية المعياري جهد الخلية المعياري بحيث جهد الخلية المعياري تمام؟ نرمزه بالرمز إي خالية بس شواءها وفوقيها سكون هاي السكون تقرأ نوت شو بنقرأها؟ نوت عبدالعزيز كان يحكي نوتي صح؟ هاي نوت لحالة مدون نوتي فإي نوت خلية إي نوت خلية أي جهد الخلية المعياري شو يعني جهد الخلية المعياري؟ أي أنه عبارة عن جهد الخلية في الظروف المعيارية تفقنا؟ طيب شو هي جهد الخلية؟ القراءة بقراءة جهاز الفولتميتر يا أخوان مش إش عظيم فلذلك قالوا إحنا بدنا نثبت الظروف هاي ونسمي جهد الخلية عند هاي الظروف في جهد الخلية المعياري استبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد جميل جدا خلينا ننتقل على الجزئي البعد الحال ركزوا معي أكثر هاي أساسياتي بتلزمني مش مطالب بيحفظ غير بعض الشغلات ومش أحفظها كبصم أفهمها فيهم حبايب القلب اللهم صلي على سيدنا محمد صلوا عن نبي حبايبي جميل تسمينا جهد الخلية المعياري بإي نوت خلية وهو عبارة عن جهد الخلية وين؟ في الظروف المعيارية لما حسبوا قيمته لقوا قيمته تدل على شغلتين إيش همه؟ الشغل الأولى على قدرة الخلية القلبانية على إنتاج التيار الكهربائي كيف يعني يا أستاذ؟ يعني بقولكم كل ما كانت جهد الخلية أكبر كل ما كانت أكثر قدرة على إنتاج التيار الكهربائي يعني بتلاحظوا في بطاريات مكتوب عليها 1.5 فولت بطاريات مكتوب عليها 1.5 فولت بطاريات مكتوب عليها 12 فولت بطاريات مكتوب عليها 9 فولت تختلف في جهد الخلية طب مدام بتختلف جهد الخلية والسبب في ذلك إيها أكثر قدرة أو تختلف في قابليتها أو قدرتها على إنتاج التيار الكهربائي فكلما كانت الخلية القلفانية جهدها أكبر كلما كانت أكثر قدرة أو أكثر قابلية على إنتاج التيار الكهربائي هاي الشغلة الأولى الشغلة الثانية والأهم اللي هي أستاذي قابلية تفاعل التأكسد والاختزال للحدوث في ناسة سبسطن ويقول شو دخلوا أستاذي مش خلية القلفانية وبصير فيها تفاعل تأكسد واختزال جميل فبالتالي كلما كانت إينوت أكبر كلما كانت جهد الخلية أكبر كلما كانت الخلية القلفانية أكثر قابلية لحدود تفاعل التأكسد والاختزال عليها يعني بيصير تأكسد على المصعد أكثر وبيصير اختزال على المهبط أكثر وسط الفكرة كل بزيد قابلية التأكسد على المصعد وبزيد قابلية الاختزال على المهبط آه طب قالوا آه قابلية التأكسد وقابلية الإختزال يعني على المصعد بيصير عليه تأكسد بتلاحظوا أنه كل قطب بيختلف في ميله للتأكسد والمهبط بيصير عليه اختزال وكل قطب بيختلف في ميله لحدوث الإختزال فبالتالي قالوا قابلية الإختزال وجهد الإختزال آه في عندي جهد إختزال وفي عندي جهد تأكسد بحيث حكوا إنه كل قطب له جهد خاص فيه وسموه بإي قطب أو إي نوت قطب يعني في جهد الإختزال أو التأكسد للقطب نفسه كيف يعني يا أستاذ يعني ممكن يكون عندي إي نوت تأكسد وكون عندي إي نوت اختزال ترجم أكثر يا أستاذ أنا اللي بترجم أنا أبوها وسميها بسمي أبوها كمان ليش أستاذي حكي إن إي نوت بتعتمد على قابلية تفاعل التأكسد على المصعد صح؟ قابلية تفاعل التأكسد على المصعد هي عبارة عن جهد التأكسد فجهد التأكسد هي قيمة تدل على ميل تفاعل التأكسد على قطب المصعد للحدوث يعني كلما كانت جهد التأكسد على قطب المصعد أكثر كلما كانت إنوت تأكسد أكبر على قطب المصعد طيب طيب كلما كانت أو تدل قيمة إنوت للخلية على قابلية تفاعل الاختزال للحدوث قابلية تفاعل الاختزال للحدوث بنسميها إنوت اختزال يعني جهد الاختزال وهي قيمة تدل على إيش حبايب القلب ربي يسعد قلبكم قيمة تدل على ميل أو قابلية تفاعل الاختزال للحدوث على قطب مين؟ قطب المهبط نحفظهم لا أستاذي لا تحفظوا فيش يش يسموا حفظهم إحنا قاعدين نوغد أساسيات للجدول هيك اتفقنا صح؟ يعني ما بيجي بسألني ما المقصود بإي نوت قطب؟ ما المقصود بإي نوت اختزال؟ مش مادة التاريخ ولا مادة الدين تمام؟ احترامي مادة الدين أفضل من مئة مرة مادة الكيميا اللهم صلى الله عليه وسلم محمد بلاش الساعة ندخل في قصص بلاش دخل فيها طيب فبالتالي إذن على قطب المصعد بيسير تأكسد وعلى قطب المهبط بيسير الاختزال وتعتمد قيمة إي نوت على إي نوت تأكسد وإي نوت اختزال بحيث كل ما كانوا أكبر كل ما كانت جهد الخلية أكبر قبل دقيقة حكينا هذا الحكي صح؟ فقالوا طب آه ما دام الحلاقة هيك يعني مادام قيمة إي نوت للخلية تعتمد على جهد التأكسد وجهد الاختزال فإذن قيمة إي نوت تمثل مجموع التأكسد ومجموع جهد الاختزال فإذن لما حسبوا قيمة إي نوت خلية لقوا أنه إي نوت خلية تساوي إي نوت اختزال المهبط زائد إيش إي نوت تأكسد المصعد يعني تمثل جهد الخلية أو قيمة جهد الخلية يساوي جهد أو مجموع جهد الاختزال اللي بيصير على المهبط وجهد التأكسد اللي بيصير على وين؟ المصعد يا سلام قالوا آه بس هيك دخلنا بالحيط ليش دخلنا بالحيط القانون المباشر؟ قالوا إحنا من نظل نعوض اختزال وتأكسد اختزال وتأكسد خلينا نعتمد قيمة إما اختزال أو تأكسد قالوا آه ممكن بيصير صح؟ صح أو لا؟ طيب كيف ده أعتمد أنا قيمة؟ أعتمد اختزال ولا تأكسد؟ قالوا إما أنه اعتمدنا عدد التأكسد خلص من نعتمد هون جهد الاختزال فحيث تكون قيمة ثابتة لجميع العناصر نعتمد قيمة جهد الاختزال كقيمة ثابتة لجميع العناصر ترجم أكثر أستاذي قالوا إذن شو العلاقة بين التأكسد والاختزال شو العلاقة بين التأكسد والاختزال يعني لو أخذنا هذا التفاعل A G موجب واحد زائد واحد إلكترون يارب ما تخربطه شو ده تصير هون A G هذا تفاعل تأكسد والاختزال تأكسد الاختزال اللي بيحكي تأكسد دي لبالك هذا تفاعل اختزال هاي لغة الصمول بكم بس سبيت عليهم لا أسمع لا أتكلم لا أرى لا لا طيب فالله ما أصلي على سبيل المحمد فهذا نصف تفاعل اختزال فبالتالي لو أجيت مسكته وشطه شلوط جلبت كيانه شو بيصير خلينا نشوف A G بدأ تصير A G موجب واحد زائد واحد إلكترون عكست التفاعل شو صار تأكسد هذا التفاعل اختزال وهذا التفاعل تأكسد صح ولا لا يعني لاحظوا العلاقة ما بين التأكسد والاختزال إنه ميل إنه ميل تمام نصف التفاعل للتأكسد تأكسد هو هو عكس ميل نصف تفاعل الاختزال ميل حدوث تفاعل التأكسد لقطب معين هو عكس ميل حدوث الاختزال لنفس القطب يعني عكسه فحو لا لا فلاحظوا إنه قيمة تساوي عددياً أي أن القيمة تساوي عددياً ولكن شمالها عكسها بالإشارة يعني يا أستاذ لو إجيت حطيت هون إنوة الاختزال لقطب الأي جي تمام تساوي 80% كم جهد تأكسد أكيد مباشرة شروح تكون تساوي سالب الجهد مباشرة ممتاز سالب إي نوت إي نوت التأكسد للأي جي تساوي سالب 80% إذن تساوي عددياً ولكن عكسه في الإشارة وتساوي عددياً ولكن شمالها عكسه في الإشارة يعني بقدر أحكي هون إنوة التأكسد تساوي سالب إي نوت اختزال بس هذا مين لمين أستاذي هذا للقطب نفسه يعني لنفس المادة لنفس المادة جهد تأكسد يساوي نفس جهد الإختزال عددياً ولكن شو عكسها في الإشارة استبينا اللهم صلى على سينا محمد طب لو إيجينا هون نعوض مكان إي نوت التأكسد سالب إي نوت اختزال شو بدأ سيل القانون بدأ سيل القانون كالتالي إي نوت خلية أي جهد الخلية المعياري يساوي إي نوت اختزال المهبط أي جهد اختزال اللي بيصير على قطب المهبط ناقص إي نوت اختزال إيش؟ المصعد أسا بيجي أبو العضلات أبو العريف شو بيجي؟ بيقول أستاذ 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 وقف عندك أنت بتحكي اختزال المصعد المصعد ما بيصير عليه اختزال المصعد ما بيصير عليه اختزال بيصير عليه تأكسد بس أنا ما بأخذ ككيفية التفاعل أنا بأخذ عكس القيمة عددياً ليس إلا وصة الفكرة لأنه جهد التأكسد يساوي سالب جهد الإختزال بدل لأن السؤال دائماً أصلاً في الامتحان بيكون معطيني جهد الإختزال ما بيكون معطيني جهد التأكسد بس رح تشوفه فلذلك أستاذي بدل ما أحكي جهد اختزال زائد جهد التأكسد طبعاً بيكون معطينا جهد الإختزال للقطبين وبدأ سير أحولها لإشارة سالبة لأرجع أجمع خلص ما هي حاصل طرح هذا القانون اللي رح نعتمده في كل حساباتنا أستاذي الأستاذي من كل هذا الخراف الفاضي اللي أنا حكيته اللي لازم نركز عليه شغلتين الشغلة الأولى اللي هي هاي تدل قيمة إينات للخلية على إيش على قدرة الخلية القفنية على إنتاج التيار الكهربائي قابلية تفاعل التأكسد والإختزال للحدوث هاي الشغلات مهمة جداً كإستنتاج مش مطالب فيها كإمتحان يجي يقول له على ماذا تدل قيمة لا ما مش هيك المادة تمام الشغلة الثانية اللي هي جهد الخلية كقانون لأنه هذا الصعب قانون راح نعوض على كثير صعب لو حاصل طرح اختزال المهبط ناقص اختزال المصعد تمام حبايب قلب حابين تسكرينو سكرينو عشان ندخل على الجزئية اللي بعدها المكملة لهذا الجزء مايكو ترجمة نانسي قنقر جميل لانا الجراح حكت استاذ عيد لآخر جزئية آخر جزئية استاذي مرة ثانية الآن استاذي اللهم صلى على سيدنا محمد الآن العلاقة ما بين جهد التأكسد وجهد الاختزال علاقة عكسية تمام يا لانا الآن استاذي سأقول استاذ بغوز مع لانا والله ما بعرف من هي لانا أصلا الآن العلاقة ما بين جهد الاختزال وجهد التأكسد علاقة عكسية فكلما تمام أحكي أنا عن جهد التأكسد فقيمة جهد التأكسد تساوي قيمة جهد الاختزال عدديا ولكن عكسها في الإشارة جهد التأكسد يساوي سالب جهد الاختزال عبد فالآن لما أجي أعوض محل إي نوت التأكسد تمام بدي أعوض كقيمة جهد الاختزال كقيمة جهد الاختزال فشو رح تصير هون سالب إي نوت اختزال أنا بدي أعوض مكان التأكسد إي نوت إيش اختزال فشو بدي يصير القانون بيصير القانون إي نوت خلية تساوي إي نوت اختزال المهبط بدل إي زائد إي نوت تأكسد المصعد بدي أعوض شو سالب إي نوت اختزال إيش اختزال المصعد هنا أنا ما بحكي إنه صار إختزال على المصعد لا بيصير تأكسد بس أنا بدي أخذ عكس الإشارة ليس إلا والسبب في ذلك أستاذي لأنه في الامتحان بيكون معطيني جهد الاختزال للمصعد وللمهبط فبطرح المهبط من المصعد ورح نشوف كمان شوي ما نستعجل كثير خليه يكون فيهمنا على قدنا مبدئيا نمشي تاتا تاتا حب حب عشان تكون أمورنا مرتبة هذا القانون اللي بيهمنا تمام والجزئية هاي اللي بتهمنا كفيهم ورح نشوف شو الاستنتاج المتعلق فيها مايك اوف ترجمة نانسي قنقر طيب حبايبي العام الثاني ممكن يجينا فكرة على النقطة الثانية بالنسبة لجهدي الخلية حكينا انه تدل قيمة اي نوت للخلية تمام على قابلية تفاعل التأكسد والاختزال للحدوث كيف يعني العبارة بتحكيلي كلما كاستنتاج كانت قيمة اي نوت للخلية أكبر كلما كان جهد الخلية أكبر كلما كانت قابلية تفاعل التأكسد والاختزال للحدوث بشكل أكبر يعني جهد خلية أكبر تأكسد على المصعد أكثر واختزال على المهبط أكثر تفقنا على هاي النقطة تعالوا تنشوف سؤال أطول من أيام عموركم بس جوابه كلمة واحدة أو حرف حتى تعالوا تنشوف السؤال بيحكيلي إذا علمت أن قيمة اي نوت للخلية القلبانية المكونة من أقطاب النحاس سي يو والقارسين زد أن تساوي 1.1 فولت نسينا نحكي قيمة جهد الخلية وحدة قياسة فولت ما بحسبوش عليها بتعرفوها ما انتم في الفيزياء فبالتالي هون السي يو والزد أن جهد الخلية ما بينهم يساوي 1.1 فولت تمام طيب وأن قيمة اي نوت للخلية القلبانية جهد الخلية المكونة من أقطاب الفضة اي جي والخارسين زد أن بكون معطينا الرمز بس يفضل أنه نحفظ فضة اي جي خارسين زد أن نحاسي ورح تحفظوهم مع التكرار اي جي والزد أن جهد الخلية بينهم 1.56 في المية فولت تمام شو بقولي السؤال وأن القطب زد أن في الخليتين هو المصعد يعني زد أن هون وهون شو ماله؟ مصعد إذن اي جي والسي يو شو بدي يكونوا في الخليتين؟ أكيد بدي يكونوا مهبط شو بقولي السؤال؟ بقولي السؤال أيهما أكثر ميلا للاختزال؟ أيونات السي يو موجب اثنين؟ ولا الإي جي موجب واحد؟ وفسر إجابتك طبعا الآن أستاذي أنا كبري آدم محدود الدخل مخصول لدماغ لما أجي أقرأ عبارة كل ما كانت اي نوت أكبر؟ كل ما كانت أكصد على المصعد أكثر واختزال على المهبط أكثر صح؟ طيب بقولي أنه أكثر ميلا للاختزال؟ اللي عنده اي نوت أكبر مين عنده اي نوت أكبر؟ مين أكثر؟ واحد فاصل واحد ولا واحد فاصل ست وخمسي؟ أكيد واحد فاصل ست وخمسي فأيونات الأي جي شو مالها؟ أكثر ميلا للاختزال إذا قل السؤال فاسر إجابتك بقوله لأن جهد الخلية أكبر طبعا بسألني إش انتفقنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد فبالتالي أستاذي بهمني أنه اللي عنده جهد الخلية أكبر يكون أكثر ميلا للاختزال طب لو للتأكسد كمان أكثر ميلا للتأكسد تمام حبيبي؟ الله يسدي لكم حلولي هذا السؤال شايفين السؤال هذا؟ حلولي على نفس النمط الأكثر ميلا للتأكسد هو الأكثر كجهد خلية تنشوف هذا السؤال موجود في الكتاب أستاذي السؤال الكتاب صفحة رقم 85 صفحة رقم 85 أستاذي شكرا لبعشة المرات جزيريا شكرا لبعشة المناء شكرا لبعشة المضاقات حبيبنا عمر عمر جردات حبيبنا إيش؟ جاء أسأل سؤالك قاعدين الشباب بدوروا على سؤالك كيف إيش؟ بيجي السؤال على القطب نفسه أنا حاكي قبل أنا إيش؟ قبل لانا حاكي أنا حاكي قبل لانا حقك علينا يا عمر الشباب هاي بدلون على الأسئلة اللي وشوفوها الآن أستاذي كيف إيش؟ مرة ثانية بيجي السؤال على القطب نفسه أستاذي بس بدك تعرف أنه تأكسد عكس الإختزال بس إن قيمة جهد التأكسد تساوي جهد الإختزال سالب جهد الإختزال يعني تساوي عدديا بس عكسها في الإشارة بس هاي الفكرة يا عمر سامحني يا عمر أنه ما شفناه سؤالك حقك على رأسنا من فوق حقك على رأسنا من فوق السؤال أستاذي والله في ديلي بين السؤال تبعك وبين شلحي أنا فهمت علي؟ يعني في أكثر وصلت؟ فتزعلوش منا في أكثر من دقيقة بين البث تبعنا والمشاهدة تبعيتكم يعني لا تزعلو منا إذا ما شفناش السؤال تبعكم الشباب بيتابعوا على الأسئلة والله يعطيهم ألف عافي اثنين والله مش ملاحقين على الأسئلة بس بيحكوا أي سؤال بيشوفوه مثلا مباشرة بيحكوا لي يا عشان أنا أجاوب عليه تمام؟ فتزعلوش منا إذا سؤال إذا حدت أستاذي ما جاوبتش على سؤالك في البث يبعطي بعد البث وبجاوبك البدك إياه رن علي خد ساعة بنتي الوقتي واخد البدك إياه أستاذ المهم توصلكم الفكرة إن شاء الله ما راح أقصر معاكم بس يعني أستاذي لو تتطلع على قناة الجزيرة أو إلى العربية بتلاقي أنت عندهم مباشر ومش عارف شو بتلاقي الموذية بيحكي قالوا نعم بأسماعوك بقدوا ساعة في أكثر من دقيق فبالتالي الفكرة هون قبل ما يروحوا ويجي بدوا وقت صح؟ طيب حبائي بالقلب اللهم صلى على سينا محمد بالنسبة للسؤال اللي هو بيقول إذا علمت أن الخلية القلفانية أو جهد الخلية المكون من أقطاب X و Y في الظروف المعيارية تساوي 57% يعني بكتب هون X و Y تمام؟ دايما بقرها W مش عارف ليش المهم 57% أنتوا زي صح؟ الآن أستاذي وأن جهد الخلية المكون من X و W X و W كم يساوي جهد الخلية بينهم؟ 78% طيب أن المد X في الخليتين هي المصعد المهبط عفوا هون مهبط وهون مهبط فإذن Y و W شو ديكونه؟ مصعد شو ديصير عليهم؟ تأكسود أنه أكثر ميلا للتأكسود اللي عنده جهد الخلية أكبر مين جهد الخلية أكبر؟ اللي هو W لأنه عنده جهد الخلية أكبر فاللي عنده جهد الخلية أكبر هو أكثر ميلا للإختزال وأكثر ميلا للتأكسود وأكثر ميلا للتأكسود وأكثر ميلا لللي بدكم أيام المهم يكونوا مبسوطين طبعا؟ حبي لكم كحب المزارع لأرضه مش عارش شو خطر في بالي أكتبها والله إني بحبكم تفقني أقوم اللهم بارك في جهدي وتعبي ولا يضيع لكم تعب حبايب القلب أستاذ ليش أعتمدوا جهدي الاختزال لأنه وجب بالهم أستاذ هيك يجعب بالهم جهدي الاختزال هي القيمة المعيارية لحساب جهدي الخلية لما أجي أحكي تأكسد واختزال الثنتين عكس بعض بصة الفكرة لنفس القطوب فاعتمدوا جهدي الاختزال كمعيار لحساب جهد الخلية في الأعناص لأنه عملية الاختزال معتمدة كجهد بشكل أم هيك يسموها هيك خلص يجعب بالهم من اللي سأل هذا السؤال؟ بيسان قاضي بيسان ليس سموك بيسان قاضي؟ أبوي سماني صاحك تحكيلي لا أمي كانت تسميني سمية على اسم ستة الله يرحمها تمام؟ بعدين أبوي قال لا أسميها بيسان على اسم أصلنا في منطق الجنين وقصة هاي صح؟ شو بدنا بالقصة أحلى المهم؟ إنه اسمك بيسان صح؟ طيب اللهم صلى على السيدنا محمد صاروا العلماء يحسبوا جهد الخلية للخلايا اللي كونوها من عدة أقطاب صاروا يجيبوا ناي سي يو اي جي بي بي صاروا يربطوا أقطاب ويحسبوا جهد الخلية لقوا إنه جهد الخلية بتغير بتغير الأقطاب طيب قالوا آه هسا الآن أنا دا ضايل علينا نحسب جهد الاختزال المعيالي للعنصر طيب عشان أحسب جهد الاختزال المعيالي لأي عنصر ما بقدر أحسبه إلا إذا ربطته أو هذا القطب أقطورينا مع عنصر آخر أقطورينا يعني ربطته مع عنصر آخر في خلية إلاها جهد اختزال معلوم آه طيب كيف بدي أعرف جهد بدي أستخدم أنا قطب أستخدمه كمرجع يعني أنا لو بدي أقيس طول مثلا السقف مثلا أو طول مسافة معينة أو بدي أحسب إشي معين لازم يكون إشي مرجع أحسب من خلاله فصار يدوره على قطب مرجعي يمكن استخدامه كمرجع لحساب جهود الاختزال المعياري للعناصر الأخرى صار يدوره ويبح بيش وبح بيش على عنصر لقوا قطب الهيدروجين متوسط في نشاطه الكيميائي بين العناصر بحيث يمكن استخدامه كمصعد أو كمهبط اعتمادا على طبيعة القطب الآخر فسموا قطب الهيدروجين كقطب مرجعي قطب الهيدروجين المعياري اعتمادوك قطب مرجعي هنا في هذه الجزئية مطالبين بثلاث شغلات تعريف تفسير جهد تعريف تفسير جهد التعريف تعريف قطب الهيدروجين المعياري قطب الهيدروجين المعياري كتعريف وهو التعريف الخامس اللي انتم مطالبين فيه أستاذ شو التعريفات الخمسة؟ تعريفات الخمسة أول تعريف بعد بسم الله عدد التأكسد في المركبات الأيونية الشحنة الفعلية لأيون الذرة التعريف الثاني العامل المؤكسد هي المادة التي يحدث عليها تفاعل الاختزال وتسبب التأكسد للماد الأخرى التعريف الثالث العامل المختزل هي المادة التي يحدث عليها تأكسد وتسبب اختزال للماد الأخرى في تفاعل التأكسد والاختزال التعريف الرابع تفاعلات التأكسد والاختزال الذاتي هي تلك التفاعلات التي تسلك فيها المادة كعامل مؤكسد وكعامل مختزل في التفاعل نفسه أخذناها في البثوث الماضية التعريف الخامس قطب الهيدروجين المعياري قطب الهيدروجين المعياري هو قطب يمكن استخدامه كمرجع بس تخدمه كايش؟ مرجع ليش؟ لحساب جهود الإختزال المعيارية للعناصر الأخرى إذا أجاكم سؤال ما المفهوم العلمي أدال على العبارة الآتية؟ قطب يمكن استخدامه كمرجع لحساب جهود الإختزال المعيارية للعناصر الأخرى شو بحكي له؟ قطب الهيدروجين المعياري تفقنا؟ اللهم بارك في تعبي طيب أستاذي هاي الشغلة الأولى الشغلة الثانية أستاذي لما قاسوا جهد الإختزال بناء على قطب الهيدروجين المعياري لقوا متوسط في نشاطه الكيميائي بحيث يمكن استخدامه كمصعد أو كمهبط اعتمادا على طبيعة القطب الآخر على هاي الفكرة ممكن يجينا سؤال علل ليش تم اختيار؟ تمام؟ قطب الهيدروجين المعياري كقطب مرجعي عشان نقدر نحسب من خلاله جهود الإختزال أو جهود الأقطاب الأخرى الجواب زي ما حكينا قبل شوي لأنه متوسط بين العناصر في إيش؟ في نشاطه الكيميائي مما يسهل استخدامه كمصعد أو كمهبط اعتمادا على مين؟ على طبيعة القطب الآخر تقدر تحكي زي الحموض والقواعد متردد أنفوتيري يسلك سلوك الحموض والقواعدة بس هون يسلك سلوك المصعد والمهبط حسب القطب الآخر يعني منافق يعني كرنيب إذا شاف مصعد بيقول له أنا مهبط إذا شاف مهبط بيقول له أنا مصعد حسب القطب الآخر المرتبط معه في الخليل القلفانية صلينا عن نبي إذن مطالبين بثلاث شغلات حكينا منهم شغلتين الشغل الأولى تعريف قطب الهيدروجيني المعياري الشغل الثاني التفسير طب ممكن يجيبوا لنا إياه ضع دائر آه ممكن ممكن يقول لي السؤال فسر تم اختيار قطب الهيدروجيني المعياري كقطب مرجعي ليش؟ الجواب ألف بكون لأنه با لأنه جيم لأنه دال لأنه شو بدي يكون الجواب؟ لأنه حسب السؤال لأنه متوسط في لشاطه الكبيائي بين العناصر حيث يسلك كمصعد أو كمهبط اعتمادا على طبيعة القطب الآخر المرتبط معه في الخليل القلفانية تعالتا شو شو مكونات الخليل القلفانية؟ مكونات الخليل القلفانية تتوكن تتوكن اللهم صلى الله عليه وسلم محمد شو فيه اليوم اليوم خميس؟ فيه شي غلط اليوم الله يستر طيب قطب الهيدروجين يتكون من وعاء هذا الوعاء فيه محلول لا يحمض من الأحماض بحيث تركيز أيونات الأتي بلاس فيه واحد مول لكل لترل حسب الظروف المعيارية ودرجة حرارته خمس وعشرين سليسيوس حسب الظروف المعيارية وهنا فيه أنبوبة بمر غاز الهيدروجين هذا الغاز بمر في هذا الوعاء ضغطه واحد ضغط جوي تمام؟ الظروف المعيارية تركيز واحد مول لكل تنتج حرارة خمس وعشرين سليسيوس وواحد ضغط جوي حكيناها فيه بداية الحصة تمام؟ وهنا فيه عندي صفيحة هاي صفيحة البلاتين زمان كانوا الطلاب مطالبين فيها سبطلوا اللي هي شو أهميتها تعمل صفيحة البلاتين على توفير مساحة سطح كافية عشان يصير التفاعل عليها تمام حبيبي؟ تمام التمام أستاذي مطالبين باللي حكيته؟ لا أستاذي بس عشان أحكي لكم ليش قطب مرجعي بس مش أكثر ولكن لما قاسوا العلماء جهد الاختزال لقطب الهيدروجين لقوا قيمته قليلة جدا قريبة جدا من الصفر فقالوا بمأنه قريبة من الصفر ومتوسطة خلينا نعتبرها الصفر خلاص نشيل الكسرات تمام؟ فاصطلح العلماء على أن تكون قيمة جهد الاختزال المعياري للهيدروجين قديش قيمتها؟ قديش قيمة جهد الاختزال المعياري للهيدروجين؟ صفر قديش صفر؟ صفر قديش الصفر؟ شعن صفر بالتركي؟ شعن صفر بالتركي؟ صفر آه والله فبالتالي سيفار طيب فبالتالي هون لما أنا أكتب تفاعل الاختزال للهيدروجين زايد 2 إلكترون بتصير قيمة الجهد تبعها صفر طب لو عكست التفاعل بصيلة أكسود سالب الجهد سالب جهد الإختزال سالب الصفر صفر فقيمة جهد الهيدروجين يساوي الصفر فاصطلح العلماء على أن تكون قيمة جهد الإختزال المعيار للهيدروجين صفر إذن نرجع نعيد نحن مطالبين مثل الشغلات هون أول شغلة تعريف قطب الهيدروجين المعياري ثاني شغلة اللي هي ليش تم اختيار قطب الهيدروجين المعياري ثالث شغلة اللي هي كم جهد إختزال الهيدروجين المعياري كم قيمته صفر تفقنا طيب تعالوا أنا وإياكم لعب لعبة هاي اللعبة نتقنص فيها أنا وإياكم دور العلماء تمام يعني أنا عالم وإنتوا علماء وأنا بتعلم منكم كيف العلماء قاسوا جهد اختزال المعياري للعناصر اعتمادا على قطب الهيدروجين تعالوا تنشوف هذا السؤال بحكي لنا السؤال تم بناء ثلاث خلايا قلبانية مختلفة باستخدام قطب الهيدروجين المعياري مع أحد الفلزات الآتية A-G اللي هي الفضة C-U اللي هي النحاس والزدقان اللي هي الخارصين ومحالي الأملاحها في كل خلية ويمثل الشكل اللي هو أمامكم إحدى هذه الخلايا فإذا قسنا جهد الخلية في كل من هاي الخلايا اللي هي قراءة الفولتميتر ومبين عندي عندي إيش البيانات واخدت البيانات وحطيتها في هذا الجدول في هذا الجدول رتبنا الثلاث خلايا أقطاب الخلية وإنحراف مؤشر جهاز الفولتميتر وجهد الخلية المعياري الآن أستاذ ما بهم من الشكل أن أساسي أو أساس حلي هو بناء على هذا الجدول ركز على الجدول أكثر وأكثر صلوا عن نبي حبايبي كم ساعة تنتين ممتاز عشان طلعكم هسا كمان شوي استراحة آه بس كونوا شطولين كونوا مؤدبين كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد سطل القهوة معاه عشان جهزوا حالكم للنوم طلاب التوجيه دائما كل واحد بيكون معاه إيش بيجهز الجو الغرفة وبينظف الغرفة وبيرتبها وبيعطرها وبمشي تشعره والبنات بيلبسوا وبحطوا مكياج ومش عارف شو بعملوا سطل القهوة عشان إيش يجهزوا نفسيتهم للدراسة تمام؟ من أول ما يحطوا حالهم على المكتب وبل شو يدرسوا؟ في سبات عميق الله وكيلكم صح؟ في كثير منكم زي هيك وعكم تأخروا دراستكم لآخر الليل وعكم إذا بتناموا بدري وعكم تصحوا بدري وإنتوا فعليا بتعرفوش تصحوا بدري ودرسوا في الوقت المناسب لإلكم طيب نقول بسم الله معطيني ثلاث خلايا الخلية الأولى معطيني قطباء الخلية اللي هم الخارسين والهيدروجين وانحراب مؤشر جهاز الفولتميتر باتجاه اتجاه مين انحراب مؤشر فولتميتر؟ باتجاه المهبط فهون جميل فانحراب مؤشر جهاز الفولتميتر باتجاه قطب الهيدروجين فالهيدروجين هون مهبط ما دام الهيدروجين مهبط في الزدقان شو بدي يكون؟ أكيد بدي يكون مصعد اتفقنا اللهم صلي على سيدنا محمد تعالوا لي على الخلية الثانية انحراب مؤشر جهاز الفولتميتر باتجاه النحاس إذا النحاس شو بدي يكون؟ مهبط الهيدروجين شو بدي يكون؟ مصعد جميل كراكي قطب الفضة والهيدروجين شو بدي يكون مصعد معطيني في كل واحدة منها جهد الخلية المعياري اللي أناقسته طيب شو بدي السؤال تعالوا نتعرف السؤال الأول بحكيلي أي الخلايا السابقة يكونوا قطبوا الهيدروجين المعياري فيها هو المهفض أي الخلايا المهفض مين خلية أولى صح ولا لا هاي هيدروجين مهفض فبالتالي باجي بحكي له الخلية الأولى بيجي سؤال زي هيك في الوزارة لا يا أستاذ بيجيش زي هيك حبي حبي أحلاء قاعد الوقت لسه ها لسه قاعدين بطعميكم سليلاك عشان يقوى سنانكم عشان تطلع الاسنان بعدين بنزل الخروف المحشي لسه أنا في المقبلات في الاسناكات هسه بنزل الخروف المحشي استنوا شوي نيجي عزاكي كمان شوي السؤال الثاني بقولي السؤال احسب جهد الاختزال المعياري لكل من الفلزات المستخدمة في الخلايا السابقة كيف ده يحسب جهد الاختزال على القانون اللي قلنا لازم نحفظه ايش هو استن انت احطيتنا القانون احطيتكم قانون اللي هو اي نوت خلية تساوي اي نوت اختزال المهبط ناقص اي نوت اختزال المصعد صح ولا مش غلط صح ولا لا فبالتالي هون انا بدي اجي اقسم هون خلية واحد وهون خلية اثنين وهون خلية ثلاث استبينة يا قوم استبينة ان شاء الله تعال انت نفهم شو بدك يا استاذ تعالوا ركزوا معي عشان تفهموا شو بدي يا استاذ نيجي على الخلية الاولى كم قيمة جهد الخلية 76% استاذ طيب منعوض مكان جهد الخلية 76% تمام تمام تساوي شو تساوي اي نوت اختزال المهبط مين المهبط في الخلية الاولى هيدروجين كم جهد اختزال هيدروجين يعني كم في عيني صفر احسنته فبعور مكانها صفر ناقص اي نوت اختزال المصعد مين المصعد زد ان بعور اي نوت اختزال الزد ان تمام تمام اللهم صلع سيدنا محمد جميل طيب انا بدي احسب جهد اختزال الزد ان جهد اختزال الزد ان شو بيساوي وسط من غير ما تكتب فبالتالي اي نوت اختزال ايش الزد ان تساوي سالب 76% تمام هذور زي التلفزيون شو يكون هون درسين اعلام يكون ماسك ورقة برا هيك وقول نطلع فاصل اعلاني نطلع فاصل اعلاني اقطع اقطع البث اعمل اعمل الصوت انه بيقطع بيقطع فنسي الشي هون بس هون شو بسألوني شو قهويتاك طيب فبالتالي هون قيمة جهد الاختزال الزد ان كم تساوي سالب 76% تمام الواحدة مش مهمة ليش سالب استاذ لانه هون في سالب قلب تلجه الثاني رياضية صف رابع طيب تعالوا لي جعل الخليه الثاني على لس السياق الخليه الثاني كم قيمة جهد الخلية 34% فبعول مكان جهد الخلية 34% تساوي انوت اختزال المهبط من هو المهبط في الخلية الثانية النحاس سوف نجده فنكتب هنا انوت اختزال السيو ناقص كم جهد اختزال هيدروجين اللي هو المسعاد صفر حظينه لازم نكون اذا كم بيطلع معاي جهد اختزال السيو تساوي 34% فولت هيك العلماء حسبوا جهد الاختزال اه والله على نص الطريقة بس رحا نفديكم اشي اسهل كمان منهم الآن السادي نجده على الخلية الثالفة كم جهد الخلية 80% بعوض 80% مكان جهد الخلية تساوي انوت اختزال المهبط مين المهبط في الخلية الثالفة اي جي فبكتب اي نوت اختزال ال اي جي ناقص اي نوت اختزال الهايدروجين كم تساوي صفر اذا كم بيصفي عندي هون بيصفي عندي اي نوت اختزال ال اي جي تساوي ثمانين في المية موجب وشو وحدتها فولت وما بركزوش عليها مايكوف اذا لو سألكم سؤال استاذي انا حسبت جهد اختزال الفضة اللي هي ال اي جي والنحاس سي يو والخارصين زدان بناء على قانون جهد الخلية اعتمادا على قطب الهايدروجين المعياري لانه جهد اختزاله صفر طيب نقدر نكون اشطر من العلماء كيف اشطر من العلماء يا استاذ فاهمنا اكثر يعني انا بقدر اوجدها شفوية مدون ما احسبها يعني لو جينا نركز على الخلية الاولى منلاحظ طلع معاي جهد اختزال الزدان سالب 76% هون 76 يعني سالب جهد الخلية في الخلية الثانية طلع عندي جهد اختزال السي يو النحاس يساوي نصف جهد الخلية صح ولا لا في الخلية الثالثة طلع كمان ال اي جي نصف جهد الخلية طب متى بكون نفس جهد الخلية ومتى بكون سالب جهد الخلية اه ها هنا ربطنا الجمال لو اجينا نركز في الخلية الاولى اللي بحكي هيدروجين مصعد احسن منلاحظ في الخلية الاولى الهيدروجين كان مهبط تمام والزدقان كان مصعد في الخلية الثانية والثالثة منلاحظ انه الهيدروجين كان مصعد والسي يو والأي جي الفضة وانه حاس كانوا هم المهبط اه ها يعني بقدر اطلع استنتاج واحلها شفوي اه استاذي من خلال ربطة في خلية غلفانية مباشرة وانحراف مؤشر جهاز البولتميتر بحيث اذا طلع ركزوا معي الملاحظة هاي اذا ربطنا لمعادة دوسية او الكورس معنا استاذي مكتوبة استاذي بالصفحة اللي بعدها اذا ربطنا خلية غلفانية مع قطب الهيدروجين المعياري هيدروجين صح وكان ما بدي قطب الهيدروجين انا بدي المادة وكانت المادة هي قطب اذا كانت قطب المهبط في هاي الحالة قيمة جهد اختزال هذا القطب تساوي قيمة جهد الخلية نفس جهد الخلية يعني طلعوا هون في الخلية الثانية النحاس هو المهبط مع الهيدروجين فجهد اختزال النحاس نفس جهد الخلية خلية الثالثة الفضة هي المهبط مع الهيدروجين فالهيدروجين افوا قطب او جهد اختزال الـ A D يساوي 80% طب اذا كان هو المصعد ماذا يكون يا ترى اذا كان القطب هو المصعد ففي هاي الحالة اي نوت اختزال هذا القطب شو بيساوي احسنتم سالب اي نوت للخلية يساوي سالب جهد الخلية فنلاحظوا الخلية الاولى قطب الزد N كان هو المصعد مع الهيدروجين فجهد اختزاله يساوي سالب جهد الخلية طب ليه سالب؟ لانه جهد الخلية هون هو نفسه جهد التأكسد جهد الخلية هو نفسه جهد التأكسد لانه مصعد تفقنا؟ فلذلك انا بدي جهد الاختزال جهد الاختزال سالب جهد التأكسد يعني اي نوت الاختزال يساوي سالب اي نوت الخلية اكتبوا هاي الملاحظة نطلع استراحة مدتها ثلاث دقائق بالعدد لأن حصتنا جدا مهم اليوم بعدين منكمل تفضلوا اشتركوا في القناة 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 درب اللجاح ولا بدكم؟ البدكم إياه أستاذي اللهم أصلي على سيدنا محمد بعرشيك نباين كتير لما جايش راضي يزبط على شاشة واحدة هيك هيك أصغر إشي حطلع السالب شوي هنا صغر لي يا بس أفل بك شوي صغير جميل أعمل أكبير عندي هون طيب الآن أستاذي نكمل الجزئية الثانية من حصتنا لليوم بعدها بسم الله الآن أستاذي عرفنا كيف نحسب جهد الإختزال المعياري للعناصر بناء على قطب الهيدروجين المعياري كقطب مرجعي بحيث حسبنا وعرفنا إذا ربطنا الهيدروجين مع قطب آخر من خلال قطب الهيدروجين وحسبوا جهود الاختزال المعياري للعناصر بناء على قطب الهيدروجين ورتبوها في جدول هذا الجدول سموه بجدول جهود الاختزال المعياري جدول جهود الاختزال المعياري موجود في الكتاب طبعاً يبسأل حفظ ولا مش حفظ أكيد مش للحفظ أستاذي هذا الجدول بنا نستنتج منه كم استنتاج ونرتب أمورنا عشان نعرف الشغلات اللي إحنا مطالبين فيها صلينا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الآن أستاذي بدنا نمنشن أستاذ عبدالعزيز اللي بتشوفه بمنشن خلينا نضرب له تحية في له جائزة خلاص تمام يلا منشنوا بعض لتمنى نخش على الخروف المحشية هسا إجت من وجب الرئيسي في المطعن الآن أستاذي فيها جدول رتبوا العناصر حسب جهود اختزالها المعيارية معطيني هون نصف تفاعل اختزال ومعطيني إي نوت فولت أنا صغرته شوي أستاذي على أساس أنه نشمل الجدول كامل إذا مش نبيني كويس بإمكانكم ترجعوا الكتاب وتشوفوا شو الإشي اللي بشرح فيه موجود عندكم في الكتاب حرفي نفسه موجود تمام؟ الآن أستاذي لو جينا نتطلع على قيم جهود الإختزال المعيارية كل ما انزلنا لتحت منلاحظ أنه جهد الإختزال شو ماله بقل طب أستاذ كيف عرفت أنه جهد الإختزال في الأول؟ بما أنه معطيني نصف تفاعل اختزال فهذا الجهد جهد اختزال مية في المية تمام؟ فكل ما اتجهنا لتحت كل ما اتجهنا لتحت في هذا الجدول منلاحظ أنه يزداد قيمة جهد الإختزال المعياري فهون تزداد إينوت اختزال فاللي فوق أقل إينوت اختزال واللي تحت أعلى إينوت اختزال نحفظها لا بس أنا بدي أشوف شو العلاقات الممكن استنتجها هون تمام حبيبي؟ طيب اللهم صلى على سيدنا محمد لو يجينا نتطلع هون مرة ثانية هذا نصف نصف تفاعل اختزال صح؟ يعني هاي المادة بدي يصير لها اختزال هيك بصير لها اختزال طب ايه؟ السهم منعكس يعني لو عكست التفاعل شو بيصير؟ بيصير تأكسد هيك بيصير اختزال هيك بيصير شو؟ تأكسد هيك اختزال وهيك تأكسد مدام هاي المادة بدي يصير لها اختزال إذن شو تعتبر؟ تعتبر عامل مؤكسد جميل طب مادام هاي المادة بدي يصيلي هيك تأكسد إذن شو تعتبر عامل مختزل فبدياكم على كتابكم أو لي مع الكورس أو الدوسية أي دوسية شو ما كانت أستاذي بدياكم تكسموا الجدول من النص بهذا الشكل من عند السهم تمام كل على اليسار نعتبره عامل مؤكسد وكل على اليمين نعتبره عامل مختزل كل إشي على يسار نصف تفاعل الإختزال عامل مؤكسد وعلى يمين نصف تفاعل الإختزال عامل مختزل فجميع الأيونات الموجبة والجزيئات الثنائية المتعادلة زي O2, CL2, BR2 تمام؟ هدول شو بكونوا عامل مؤكسد وكل العليمين سواء كانت ذرات أحادية متعادلة أو أيونات سالبة تكون عامل مختزل طيب شو نستفدنا يا أستاذ؟ استفدنا تعالوا شو شو استفدنا؟ الآن منلاحظ هون في الجدوى نفسه كاتب لي سهم هذا السهم نازل نزول صح؟ يا سلام مادام نازل نزول تعالوا تنشوفوا شو كاتب لي على يسار السهم كاتب لي على يسار السهم زيادة في قوة العامل المؤكسد زيادة قوة العامل المؤكسد يعني كل ما نزلت لتحت كلما زادت قوة العامل المؤكسد يعني آخر واحد تحت اللي هونه اللي هو F2 F2 شو يعتبر؟ يعتبر أقوى عامل مؤكسد والأل آي موجب شايفينه؟ ممتاز مادام كل منزلنا تحت تزداد قوة العامل المؤكسد فالأل آي موجب شو بدأ تكون؟ أضعف عامل مؤكسد يعني منلاحظ أنه كل منزلنا لتحت زادت قيمة قوة العامل المؤكسد وزادت قيمة جهد الاختزال إذن شو العلاقة بينهم؟ اللي بحكي عكسية أنت بأركز معاي زيادة زيادة يعني إيش؟ طردية فصح صح معاي أستاذي نيجع الكاميرا شمال معاي هون فبأقدر أرسم جدول إمعباس هذا الجدول إمعباس شو ألخص فيه؟ شو أكتب فيه أستاذي تطلع عندي هون؟ ها جدول إمعباس لتأكسد والاختزال هون إيش هون أكتب؟ أكتب إي نوت اختزال أي جهد الاختزال مع الميل لحدوث الاختزال مع قوة العامل المؤكسد والعلاقة بينهم علاقة شو مالها؟ فرضية مية بالمية لأنه كلما زاد جهد الاختزال كلما زادت قوة العامل المؤكسد وكلما زاد الميل أو القابلية لحدوث الاختزال للمادة تمام؟ طيب تعالوا على الجهة الثانية شو كاتب لي؟ عامل مختزل بس في هذا السهم عكسه عامل لي يا طالع لفوق طيب شو يعني طالع لفوق يا أستاذ؟ تعالوا تنشوف كلما طلعنا لفوق شو كاتب لي؟ زيادة قوة العامل المختزل يعني كلما جينا فوق كلما زادنا قوة العامل المختزل فإذن شو تعتبر l-i هون؟ l-i تعتبر القوة عامل مختزل وشو تعتبر l-f هون؟ هون أضعف عامل مختزل ذكي جدا هاي البنت الله يفتح عليها يا رب كيف؟ مش حكينا العلاقة ما بين الحمض والقاعدة المرافقة علاقة عكسية وما بين القاعدة والحمض المرافقة علاقة عكسية فأقوى حمض أضعف قاعدة مرافقة وأضعف قاعدة أقوى حمض مرافقة والعكس صحيح؟ صح؟ نفس الشيء أقوى عامل مؤكسد أضعف عامل مختزل وأضعف عامل مؤكسد أقوى عامل مختزل بس منلاحظ أن العلاقة عكسية ما بينهم مع جهد الاختزال فمنلاحظ هون بقدر أكتب عموز ثاني في جدول إم عباس وشو أكتب فيه هون؟ بديش أكتبين هو التأكسد لأنهم ما بتيجي أصلا بدي أكتب هون الميل لحدوث التأكسد وقوة العامل المختزل والعلاقة بينهم علاقة شو كمان؟ علاقة طردية يعني كلما زاد الميل لحدوث التأكسد كلما زاد القوة العامل المختزل بس العلاقة بين هذا العمود وهذا العمود جدول إم عباس أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على مين؟ على الغريب فالعلاقة بينهم علاقة شو مالها؟ عكسية معنى عكسية كالتالي كلما زادت قيمة جهد الإختزال زاد الميل لحدوث الإختزال زادت قوة العامل المؤكسد قلت الميل لحدوث التأكسد قلت قوة العامل المختزل العلاقة بين هذول وهذول عكسية اتفقنا؟ هاي مهمة جدا أني لازم أتمكن من هاي الفكرة أستاذي جدول إم عباس في لخص الجدول بحيث هون باجي بحكي بالجدول مرة ثانية واللي بمتبع معاي موجود في الدوسية موجود في كرس المورد وموجود في الاكتاب نفس الفكرة اللي أنا بحكي فيها بحيث في جدول جهد الإختزال المعيارية أنا مطالب إني أفهم إنه هذا الجدول فيه أنصاب تفاعلات الإختزال رتبوا العناصر تصاعديا حسب جهود الإختزال بحيث على اليسار طبعا عيسار أنا بحرك يدي اليمين يساركم إنتو يسار نصف التفاعل عامل مؤكسد يمين نصف التفاعل عامل مختزل كل من زلنا لتحد كلما زادت قوة العامل المؤكسد كل من زلنا لتحد زاد جهد الإختزال فالعلاقة بينهم علاقة طردية فأقوى عامل مؤكسد هو أعلى جهد إختزال أضعف عامل مؤكسد أقل جهد إختزال نحفظهم لا أستاذي ما تحفظوش الرموز لأنه بكون معطيني جدول في الامتحان ومعطيني عنص القياس الآن أستاذي كلما طلعنا لفوق كلما زادت قوة العامل المختزل وأقل جهد الإختزال فالعلاقة بينهم علاقة عكسية فأقل جهد إختزال أقوى كعامل مختزل وأعلى كجهد إختزال أضعف كعامل مختزل لخصناها في علاقة في جدول معباس إنه العلاقة طردية بين جهد الإختزال مع الميل لحدوث الإختزال وقوة العامل المؤكسد كلما زادت واحدة بيزاد الكل بعكسية مع الميل لحدوثي تأكسد وقوة العامل المختزل إذا حبين خلينا على الكاميرا هاي أنقلوا هذا الإشي على السريع عشان ندخل على الإشي الأزكى من هيك يلا مايك أوف مالك الحوت مش شايفين شو سؤالك حبيبنا شو سؤالك يا قلبي شو سؤالك يا قلبي شكرا لكم شكرا لكم شكرا 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 لأنه لو نزلنا المرة ماضية حاولنا نزلوا على البث بيجي ككلام عادي ببينش أنه كرابط تضغطوا عليه يعني ما بتقدروا تضغطوا عليه إلا لما تقعدوا تعملوا له كوبي بيست وتنقلوا على جوجل وما عرفتوله لأنه في ناس ما عرفوش يحلوه بناء علي أو يخدوه ويحفظوه عندهم في الجهاز ما علينا الآن أستاذي ركزوا معاي خلاصة الحكي كامل إحنا بدنا نعتمد في حالنا كامل على جهد الإختزال المعياري للعناصر فبقدر أنا أحكي هون عندي أعلى إنوت اختزال وأقل إنوت اختزال تمام؟ أعلى جهد اختزال وأقل جهد اختزال كل حلي بناء على إيش؟ على جهد الاختزال بحيث حكينا قبل شوي في جدول المعباس هذا جدول المعباس النهائي على فكرة هاي يعني زبدة أم عباس خلاصة أم عباس الآن الأعلى جهد اختزال دائما وأبدا بيصير عليه تفاعل الاختزال دائما وأبدا بيكون المهبط وبتكون إشارته موجبة دائما وأبدا تزداد كتلته ودائما وأبدا يقل تركيز الأيون الموجب فيه تمام؟ المصعد حكينا عكسه تماما الأقل جهد اختزال بيصير له تأكسد ويكون مصعد وإشارته السالبة وتقل كتلته مع مرور الزمن اللي بيكتب معاي يكتب هالسما في مشكلة بس يفهم عليه شو بكتب ويزداد تركيز الأيون الموجب بس مكتوب بالترتيب بنفس التلخيص تماما تمام؟ الآن أستاذي دائما وأبدا حكينا حركة الإلكترونات عبر الدار الخارجية من المصعد للمهبط صح؟ يعني من الأقل جهد اختزال للأعلى جهد اختزال خلاص احفظوها من الأقل إلى الأعلى هاي حركة الإلكترونات الشغل الثاني أستاذي انحراف مؤشر جهاز البولتميتر باتجاه مين أستاذي؟ دائما باتجاه المهبط اللي هو الأعلى جهد اختزال هاي النقاط أخدناها بس ربطناها الآن في جدول جهد الاختزال المعياري بلال بحكينا في غلط السؤال خاطئين زد أن وانت بالسؤال موجود في يوم بلال انه السؤال اي السؤال يا بلال انت بتحكي؟ هذا السؤال قبل سأسأله يعني هو من دقيقة ما حكيناش لا زد أن ولا سي يو هسا ولا اي شي بلال صح صح معنا حبيبنا انت شكلك سيسأل في اي شي سأحكيناك كنا قبل الساعة صح؟ طيب يزداد تركيز العيون الموجب فيه الآن نركز أكثر تفاعل الاختزال يعني ترسب المادة لأنه المادة لما تختزل تتحول من ايونات إلى ذرات فمنقصد في تفاعل الاختزال بالترسيب ترسيب يعني اختزال بينما الأقل جهود اختزال تمام؟ بيصير له تأكسد والتأكسد يعني تحول المادة من ذرات إلى ايونات عكس الترسيب شو يعني؟ ذوابان جميل الشغل الثاني أستاذي يعني لما أحكي أنا الترسيب يعني اختزال المادة يعني المادة أعلى جهد اختزال وذوابان يعني تأكسد المادة يعني المادة تذوب تتحول من ذرات إلى ايونات هاي الشغل الأولى الشغل الثاني أستاذي ها بيحكي على السؤال الثاني أستاذي ها حقك علينا والنحاسي تمام أستاذي ممتاز الله يعطيك العافية مركز أكثر بالشيء إحنا هنا بنشرح صغف الله العظيم والله إنه نحاس سيو أستاذي آه سيو ما علينا نيجي الآن نكمل الآن أستاذي بالنسبة لأعلى جهد اختزال أستاذي دائما وأبدا إذا كانت المادة أعلى جهد اختزال يمكن استخلاصها أو يمكن تحضيرها فهون نقدر نحكي استخلاص أو تحضير وكمان إذا كانت أقل جهد اختزال يمكن استخلاص أو تحضير طب تحضير إيش أستاذي إذا كانت المادة أعلى جهد اختزال تمام وكانت فلز يمكن استخلاصها فيمكن استخلاص أو تحضير الفلز أما إذا كانت أقل كجهد اختزال يمكن تحضيرها أو استخلاصها إذا كانت لا فيلز بس تسألني أستاذ كده أميز بينهم كل شي بوقته حلو ولكن مني نعرف المادة عشان أستخلصها إذا كانت فيلز لازم تكون أعلى جهد اختزال المادة عشان أستخلصها إذا كانت لا فيلز شو لازم تكون أقل كجهد اختزال نيجع الجزئية لبعدها الآن أستاذي مقارنة قوة العامل المؤكسد والعامل المختزل حكينا جهد الاختزال علاقته طردية مع العامل المؤكسد فأعلى جهد اختزال شو بدي يكون دائما وأبدا بدي يكون أقوى كعامل مؤكسد ودائما وأبدا شو بدي يكون أضعف كعامل مختزل رتبناها قبل شوي أستاذي وهي الخلاصة عشان نربط الخليل الجلفاني بالجدول هاي الجزئية الثانية الآن العكس تماما الأقوى كعامل مؤكسد الآن الأقل كجهد اختزال شو بدي يكون أضعف كعامل مؤكسد طب أقل جهد اختزال كعامل مختزل شو بدي يكون أقوى كعامل مختزل أحسنتم لأن العلاقة بينهم علاقة عكسية فإذا أنا هاي القلاصة أستاذي بتهمني جدا بحيط إني أعرف كل حلي بناء على جهد الاختزال أعلى أقل الأعلى جهد اختزال دائما وأبدا بسير الاختزال بيكون المهبط شارته موجب تزداد كتلته يقل تركيز لأي الموجب إذا كانت مادة بسير لها اختزال يعني ترسيب إذا كانت في لس بقدر أستخلصة أو أحضرها وتكون أقوى عامل مؤكسد وأضعف كعامل مختزل العكس تماما الأقل جهد اختزال نحفظها لا أستاذي فهم فهم أستاذ بتعرفوا كيف منجاوبها بس لا تبصموا بش إش يسموا بصم هذا الإش أخدنا وفهمنا قبل شوي فهي الخلاصة تبعته تمام لا تقول له أستاذ أحفظها أحفظها معناها يعني أحفظ إشي مش فاهمه أنا فاهم فبالتالي بدي أرتب معلوماتي ليس إلا طيب الآن أستاذي أخدنا في حساب جهد الخلية قلنا إنه إي نوت خلية شو بتساوي؟ بتساوي إي نوت اختزال المهبط ناقص إي نوت اختزال المصعد إنه أطرح جهد اختزال المهبط من جهد اختزال المصعد هذا أول تطبيق في جهد الخلية أو بناء على جدول جهد الاختزال المعياري اللي هو أحسب جهد الخلية ولكن من أنه الخلية القلفانية الأعلى جهد اختزال بيكون فيها مهبط والأقل جهد اختزال بيكون شو ماله؟ مصعد ودائما التفاعل فيها يكون تلقائي يعني دائما قيمتها موجبة يعني دائما بدي أطرح المهبط اللي هو الأعلى من المصعد اللي هو الأقل فبالتالي أستاذي بقدر أحكي إنه إي نوت خلية قلفانية وهذا تحديدا للخلية القلفانية فقط طبعا كل شغلنا على الخلية القلفانية تكون دائما وأبدا شو بتساوي؟ بتساوي حاصل طرح إي نوت اختزال المهبط اللي هو الأعلى ناقص إي نوت اختزال الأقل اللي هو المصعد لأنه المصعد دائما وأبدا شو ماله؟ بيكون أقل طب أستاذي عوض القانون البلون الأسود ولا القانون البلون الأزرق؟ كل شغلنا على الأسود ولكن الأسود نفسه الأزرق وين؟ في الخلية القلفانية يعني ركزوا معاي نسوكم من السؤال هاد مبدئيا نكتب هون سؤال عشان نفهم الفكرة أكثر مثلا نحكي لسؤال احسب إي نوت للخلية القلبانية المكونة من أقطاب النحاس سي يو والخارصين زد أن إذا علمت أن إي نوت اختزال السي يو تساوي 34% وإي نوت اختزال إيش كتبت هون زدان تساوي سالب 76% تمام؟ حدد لي مين المصعد من المهبط؟ لا كيف دي أحسب جود الخلية؟ ما دام حكالي خلية قلبانية وما حدد لي مين المصعد من المهبط؟ باجي بطلها مين أعلى؟ 34% ولا سالب 76%؟ 34% فهذا أعلى يعني مهبط وهذا أقل يعني مصعد دايرك مباشرة تفقنا؟ فدعما بطرح الأعلى من الأقل فباجي بقول القانون صعب كثير أستاذ إي نوت خلية شو بتساوي؟ حاصل طرح الأعلى من الأقل الأعلى اللي هو إيش هو السي يو؟ 34% ناقص الأقل اللي هو ناقص 76% ديروا بالكم ناقص 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 الناقص شو بتسير يا حبايبي؟ موجب اجمعوا 34 زاد 76% قديش بتطلع؟ 1.1 فل فعند عدم تحديد الأقطاب باستخدم هذا القانون طب أستاذ دايما أقدر أستخدم هذا القانون؟ أه بقدر إذا كانت خلية قلبانية يعني لو يجينا على هذا السؤال السؤال شو بقول لي؟ برجوع إلى جدول جهود الاختزال بكون معطينا جهود الاختزال شو بقول لي؟ احسب إي نوت للخلية القلبانية مادام قلبانية يعني دائما قيمة جهد الخلية فيها موجب يعني دائما المهبط أعلى والمصعد شماله أقل تمام؟ تعالوا تنشوف معطيني التفاعل الأول باجي بتطلع ركزوا معي على التفاعل الأول زد أن شو صارت؟ زد أن موجب 2 شو صار عليها؟ تأكسد صح؟ اللي بيحكي اختزال دير بالك صح صح فهي مصعد إذن سي دي صار لها اختزال فهي مهبط طبعا بكون معطينا جهد الاختزال للسي دي سالب 40% وللزد أن سالب 76% من وعن أطولهم من الجدول اللي بكون معطيني إياه فتلاحظوا أن المهبط أعلى كجهد اختزال من المصعد صح ولا لا؟ فبالتالي بقدر أحكي إي نوت خلية تساوي طبعا سواء كان السؤال مقالي ولا مشاوي سواء كان سؤال ضع دائرة ولا كتابي على كل الحالات بحاسب على الجواب النهائي فبالتالي لو حبيتوا تكتبوا القانون وكتبوا ما في مشكلة لو ما حبيتوا تكتبوا كمان نفس الشيء إي نوت اختزال السي دي ناقص إي نوت اختزال الزد أن ما في دائرة أكتب مصعد مهبط خلاص مصعد زد أن ومهبط سي دي وتساوي حاصل طرح إي نوت اختزال السي دي سالب أربعين في المية ناقص ناقص ستة وسبعين في المية قداش تساوي أستاذي أربعين في المية ناقص ناقص هاي شو بتصير موجب وهاي سالب نطرح الكبير من اللي صغير اللي شكام تساوي ستة وثلاثين في المية مولد تمام لا سالب أستاذي أنا بطرح جهد اختزال من جهد اختزال احنا ما بنحكي سحكينا القانون الأول اللي هو كجهد اختزال المهبط زائد جهد تأكسد المصعد بس حكينا العلاقة بين التأكسد والاختزال عكسية فكل القانون أو القوانين المستخدمة أو الحل نستخدمه في الحل اللي هو حاصل طرح جهد اختزال المهبط من المصعد المهبط اللي هو الأعلى والمصعد اللي هو الأقل فالقانون الأول نفس القانون الثاني أستاذ الآن أستاذي نيجي على المعادلة الثانية نفس الشي هون CD مع الNI CD شو صار عليها تأكسد فهي مصعد تمام والNI صار لها اختزال فهي ايش مهبط معطيني جهد الاختزال نكتب بلون ثاني عشان نميز هاي سالب 23% والCD سالب 40% فبالتالي أستاذي باجي بتطلع بتلاحظوا أنه المهبط دائما أعلى سالب 23% أكبر من السالب 40% صح ولا لا فلو بدي أحصيبينه وطل الخليل الخليل القلفانية هون شو بدي أحكي بالنسبة هذا التفاعل الأول هذا التفاعل الثاني بدي أطرح المهبط من المصعد الأعلى من الأقل 23% طبعا بالسالب تنسوهاش ناقص ناقص 40% شو بدأ تساوي هاي موجب صح اطرحوا 40% ناقص 23% قديش بتطلع تعرفوش تطرحو بالقروش بتخربطوش أستاذي 17% اللي بيعرف اش تطرحوا أستاذي عادي 40% 23% وطرح يا حبيبي 0 ناقص 3 لا يجوز هاي بتصير 3 هاي بتصير 10 10 ناقص 3 7 3 ناقص 2 1 فاصلة 0 تمام بحسبنا على الجواب النهائي دائما جهد الخليل الغلبانية دائما جواب موجب دائما جهد الخليل تباني دائما جواب موجب الخليل القلبانية دائما تفاعل فيها تلقائي وبتكون جهدها موجب يعني دطرح الأعلى من الأقل نعم دائماً موجب للخلية القلفانية دائماً موجب لما يقول لي للخلية القلفانية دائماً قيمتها موجبة بس ممكن تكون سالبة في الجزئية الثانية اللي Black ما أنا أحدد من المصعد ومن المهبط فدائماً المهبط أعلى والمصعد أقل فبطرح الأعلى من الأقل إذا قل لي خلية القلفانية أو إذا ما حكى لمعادلة يعني ما كتب لي معادلة زي السؤال الأول اللي كتبناه جهد الاختزال مش أكبر جهد الاختزال يساوي جهد التأكسد عددياً بس عكسه في الإشارة يعني إذا كان جهد الاختزال بالسالب بيكون التأكسد أكبر عكسه في الإشارة سالب السالب موجب صح؟ فجهد الاختزال يساوي جهد التأكسد عددياً بس عكسه في الإشارة يعني مثال لو حكيت لكم إنه إي نوت اختزال إنه حاس سي يساوي 34% فإي نوت تأكسد السي يو قدش يساوي سالب 34% مش دائما التأكسد أعلى من الاختزال أو الاختزال أعلى من التأكسد إذا كان عندي جهد الاختزال سالب مثلا إي نوت اختزال حسب القطب إي نوت اختزال مثلا الأي أل تمام سالب 61% فإذا إي نوت التأكسد تبعه قدش بدي يكون؟ بدي يكون موجب فهونا إي نوت التأكسد أكبر من إي نوت الاختزال حسب ميل المادة لحدوث التأكسد أو لحدوث الاختزال فإذا كانت المادة تميل للتأكسد دائما جهد التأكسد أعلى من جهد الاختزال إذا كانت المادة تميل لحدوث الاختزال أكثر فجهد الاختزال أكثر في أي سألة ثانية؟ متى بيجي بالقانون موجب؟ متى بيجي بالقانون موجب؟ لما تكون سالب السالب زي هون لما يكون عندي جهد اختزال القطب المصعد سالب فبتصير سالب السالب حسب المادة المعطين إياها حلولي هذا السؤال أستاذي سؤال الكتاب تبع التفاعل اللي عدلنا فيه الخارصين بدلناها كتبناها خارصين عن السيو مش مشكلة الآن أستاذي هذا السؤال الكتاب صفحة 90 عندي المعادلة هون هاي جهد اختزال الال سالب 61 جهد اختزال السيو 34% ومعاكم 30 ثاني لاتحل السؤال تفضلوا حبايبي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر نعم أستاذي مين سأل السؤال ميس السؤال دائما وأبدا بيكون معطينا جهد الاختزال بيكون معطينا جدول في الامتحان وعلى هذا الجدول بدي أطلع جهد اختزال كل عنصر من العناصر بناء على المعادلات المعطين إياها فالأرقام بيكون معطين إياها اللي سألني عن خلايا التحليل الكهربائي محذوفة من كل الطلاب سواء كنتم معيدين نظامي تكميلي اقتصاد منزلي زراعي شو ما كنتم أستاذي دائما وأبدا مطالبين في محذوفة من عندكم خلايا التحليل الكهربائي بس مطالبين في الدرس الأول خلايا الجلفانية يعني ما في أي طالب يقدم في الأردن مطالب في درس خلايا التحليل الكهربائي شكرا الآن أستاذي السؤال هاد موجود في الكتاب اللي حكى اثنين ممتاز أنا باجي بحكي A note خلية تساوي A note اختزال الأعلى ننقص الأقل ليش لأنه حكى لي جهد الخلية قلبانية فبالتالي أعلى اللي هو CU 34% ننقص الأقل اللي هو ناقص ناقص 61% شو بتصير؟ موجب تمام فبالتالي شو بدأ تصير عندي هون قيمتها 2 فولت يعني الطلاب ممكن يخطوا بس في الجامعة والطاريح أكثر من هيك هذا الإشي ما رح يغلطوا فيه تمام حبايبي؟ ربي يفتح عليكم الآن أستاذي نيجي على الجزئية الثانية اللي هي بيستخدموها في جدول جهود الاختزال المعياري أو تطبيقات بتيجة على جدول جهود الاختزال المعياري اللي هو إيش بيسألني السؤال؟ بيحكي لي هل يحدث التفاعل الآتي بشكل تلقائي أو لا؟ الآن أستاذ لما أنا بدي أعرف تفاعل تلقائي أو لا من خلال شغلتين أول شغلة ممكن أحسب جهود الخلية تمام؟ ممكن أحسب جهود الخلية لأنه جهود الخلية ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب آه فبس حكيت أنت جهود الخلية دائما موجب إذا كانت خلية قلبانية بس هون ممكن يكون التفاعل بالخلية القلبانية غير تلقائي يعني تكون قيمة جهود اختزال المهبط أقل من جهود اختزال المصعد فبتكون في هاي الحالة إذا كانت إي نوت للخلية سالب بيكون التفاعل غير تلقائي أما إذا كانت موجبة يكون التفاعل شو ما له؟ تلقائي آه طب أنا بقدر بدون ما أحسب جهود الخلية يا أستاذي كيف بدون ما تحسب جهود الخلية؟ يعني بقدر أعرف التفاعل تلقائي أو لا بدون ما أعرف أو أحسب جهود الخلية كيف يا أستاذ؟ تعالوا لي على الكاميرا الثاني نركز مع بعض هنا أستاذي مش حكينا أنا عشان أحسب جهود الخلية بدي أطرح جهود اختزال المهبط من المصعد؟ تمام؟ طيب دائما وأبدا حكينا لما تكون خلية قلبانية بيكون التفاعل تلقائي وبيكون المهبط هو الأعلى كجهود اختزال والمصعد بيكون أقل كجهود اختزال بس إذا كانت تلقائي يعني بتكون إي نوت موجبة طيب إذا كانت إي نوت سالبة يكون التفاعل غير تلقائي صح؟ بدون ما أحسبها طيب متى بتكون سالبة؟ لما يكون المهبط شماله؟ أقل من المصعد صح ولا لا؟ لما يكون جهود اختزال المهبط أقل من جهود اختزال المصعد بتكون قيمة إي نوت شمالها؟ سالبة يعني بقدر أحكي هون لتحديد تلقائي تلقائي التفاعل بدل ما أقعد ساعة وأحسب تمام؟ لأنه هون ما بطرح الأعلى من الأقل بقول لي تلقائي ولا غير تلقائي؟ فعشان نحدد تلقائية التفاعل شوف التفاعل تلقائي الحدوث أو لا باجي بتطلع إذا كان إي نوت اختزال المهبط أكبر من إي نوت اختزال المصعد جهد اختزال المهبط أكبر من جهد اختزال المصعد بتكون قيمة إي نوت للخلية القلبانية موجبة ويكون أو تكون تلقائية التفاعل التفاعل شو بيكون؟ غير تلقائي ولا تلقائي؟ تلقائي يا أستاذ ممتاز طب لو يجي النقطة الثانية العكس تماما إذا كان جهد اختزال المهبط شو ما له؟ أقل من جهد اختزال المصعد شو بتكون قيمة إي نوت هون؟ سالبة وشو بيكون التفاعل؟ غير تلقائي يعني أنا بهمني في السؤال إن أعرف التفاعل تلقائي ولا لا عشان أعرف تلقائي ولا لا بتطلع إذا المهبط كجهد اختزال أكبر من المصعد تفاعل تلقائي إذا المهبط أقل التفاعل غير تلقائي طب أستاذ كده أعرف المهبط والمصعد من التفاعل اللي بعطين إياه تعالوا تنشوف السؤال بقول لي باستخدام جدوى جهود الاختزال تبين إذا كانت التفاعلات الآتية تحدث بصورة تلقائية ولا لا نركز أكثر أستاذي باللون الأزرق هون الزد أن كانت صفر صارت موجب اثنين شو صار عليها؟ تأكسد فهي المصعد تمام والهيدروجين هي المهبط أنا حافظ جهد الاختزال للهيدروجين كم يساوي صفر كم جهد اختزال الزد آن بيكون معطينا إياه في الجدول يعني الأتش بيكون حاضر صفر بس الزد آن بيكون معطينا إياها تمام طلعوا لي هون هل جهد اختزال المهبط أكبر من المصعد؟ هل الصفر أكبر من السالب 76؟ الجواب نعم فهل التفاعل تلقائي؟ نعم لأنه المهبط أكبر من المصعد فبالتالي هذا التفاعل تلقائي تلقائك لحالك طيب الآن نيجي تطلع على التفاعل الثاني سيو شو صار عليها؟ تأكسد فهي مصعد ممتاز إذن الهيدروجين مهبط الهيدروجين حافظ جهد اختزالها صفر بس السيو بيكون معطينا إياها قد كم جهد اختزالها؟ 34% أنا حافظهم عشان تكرار بعلم الشطار فبالتالي هون أما إتوا بكر معطيكم إياها في الجدول فجهد اختزال المهبط هون أقل من جهد اختزال المصعد فالتفاعل شو بدي يكون؟ غير تلقائي بس أنا بهمني أشوف إذا المهبط أعلى من المصعد أو أكثر كجهد اختزال من المصعد التفاعل تلقائي المهبط أقل التفاعل غير تلقائي مهبط أكبر تلقائي مهبط أقل غير تلقائي حلولي هذا السؤال أستاذي مبين في الكاميرتين ولا كاميرا واحدة الجدول هذا مبين في الكاميرا هاي تمام حلولي هذا السؤال أستاذي شفويا خلينا نشوف كيف الأمور يلا حبابي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سارة خالد عطوان دكتورة سارة العظيمة وصحبيتها مروى الدكتورة مروى العظيمة وصحبيتهم الفراشة الذهبية بعرف شو اسمها وين الأستاذ اللي أخدتوه ما أخدوش الأستاذ هين موجود كان بتفرنجات عليقاتكم ومين كمان تحية لهيام وتحية لمين أول واحد حل السؤال شو هيدا يا أختي اثنين غير تلقائي أحسنتي أحسنتي يا هيام زي والله إنساء شو هيدا يا أسألك السؤال إنت بتكون فاهم كل إشي صح لا مش عشان إشي بتكون تصور وتحضر لبثه لا ما هو بيسألني بيسألني أحلى تحية طبعا هو أصلا هو دارس كيميا بزمناته بس أصلا زمناته محمد كان ندوه يوسف القاق صغير صغير الله صغير هو بيسألني السؤال أصلا بيسألني وأنا بجاوب يعني هو برد عليكم حبايب القلب عمر جرادات ربي افتح عليك يا ربي شو رأيك تسمي جدول باسمي بدل ما تسميه خلاص جدول ام رواند الخوال دي أصلا امك بتكيف واحد واحد سالب شو هي واحد واحد آه قيمة جهد الاختزال رح أتكمل فصل ثاني خون رح نكمل فصل ثاني خون إن شاء الله طيب نقول بسم الله بقول لجدول بالاستعانة طلعوا معطيني جدول صغير وهذا جزئية من سؤال وزاري بقول لجدول جهود استخدم قيمة لتحديد إمكانية حدوث تفاعلات التأكس واختزال بشكل تلقائي ولا لا ليجي نطلع هون على الخليه الأولى منلاحظ سيو صار عليها تأكسد فهي مصعد تمام والزدقان شو ماله مهبط تمام منحط جهد اختزاله السيو من الجدول أربع وثلاثين في المية واجهد اختزال الزدقان اللهم صلى الله عليه وسلم محمد سالب ست وسبعين منلاحظ المهبط أقل من المصعد فالتفاعل شو ماله غير تلقائي بس زدقان صار لها اختزال فإذن شو تعتبر مهبط والسيار مصعد مباشرة الزدقان سالب ست وسبعين في المية والسيار سالب أربعين في المية فمنلاحظ أن المهبط شو ماله أقل من المصعد فالتفاعل شو ماله غير تلقائي التفاعل الثالث اي جي موجب صارت اي جي صار لها اختزال تمام اختزال مهبط خلص مباشرة فيش داعي أكتب اختزال مهبط والآن آي تأكسد مصعد جهد اختزالها ثمانين في المية سالب ثلاثة وعشرين في المية من وين طلطة من الجدوى الأستاذي بس أنا حافظهم وبالتالي المهبط أكبر من المصعد فالتفاعل شو ماله تلقائي فالتفاعل يكون تلقائي عندما تكون قيمة جهد اختزال مهبط أكبر من جهد اختزال المصعد وهذا العلم تبعنا شايفين ما أصعب وكثير صعب صح الأستاذي في بعض الأسئلة طبعا في أسئلة الكتاب يكون كاتب لي فسر إجابتك فسر إجابتك يعني احسب أي نوت خلية فاطرح جهد اختزال المهبط من المصعد إذا كانت موجي بتلقائي إذا كانت سالي بغير تلقائي ويعطيكم العافية في الامتحان بيجي زي هيك لو كان السؤال مقالي ولا مشاوي بيجيش فسر إجابتك مشاوي يعني ضا دائرة شكلكم بتحبوا المشاوي أسكى صح أكيد أسكى وأسهل يلا حبايبي خلينا نمسح نقول بسم الله طيب نيجي الآن أستاذي على الجزئية اللي بعدها ناسي أضيفها ممتاز قبل هاي الجزئية أستاذي صلوا على النبي حبايبي الآن أستاذي بنا نعرف شغلة موجودة في الكتاب اللي هي قيمة E-note ليه محاليل الحموض المخففة تساوي صفر قيمة E-note لمحاليل الحموض المخففة أي حمض مخفف أسي أل أت بي آر مش قوي ولا ضعيف مش شرط أي حمض مخفف قيمة جهد الاختزالي المعياري إله يساوي صفر مين اللي جهد اختزاله صفر الهيدروجين إذن وقطبها هو قطب الهيدروجين المعياري تمام آه ركزه معاي قطب الهيدروجين المعياري جهد اختزاله صفر لو فرضنا أنه هذا الخط اللي هو عبارة عن جهد اختزال الهيدروجين كم يساوي صفر اللي فوق الصفر شو بدي يكون موجب واللي تحت الصفر شو بدي يكون سالب صح؟ طيب فالآن أستاذي ما هو صفر متى بيكون أعلى الصفر أعلى من إيش؟ أعلى من السالب فلذلك الفلز اللي جهد اختزاله سالب هو اللي رح يتفاعل رح يتأكسد معاه أما الموجب ما رح يتفاعل ليش؟ أنه جهد اختزاله أعلى منه كمان مرة منام المحلول الحمض المخفف قطب الهيدروجين المعياري وجهد اختزاله صفر عشان يصيل له اختزال لازم يكون أعلى كجهد اختزال وعشان يكون أعلى لازم يكون إيش؟ يتفاعل مع قطب جهد اختزاله سالب فلذلك أستاذي الفلزات التي لها جهود اختزال سالبة شمالها؟ تذوب تتفاعل تتأكسد هذه مصطلحات ممكن نستخدمها في الوزارة تطلق تحرر تنتج أو يتصاعد غاز الهيدروجين أما الموجبة شمالها؟ الموجبة فإنها لا تذوب لا تتفاعل لا تتأكسد لا تطلق لا تحرر غاز الهيدروجين فأي مادة عشان تتفاعل مع محلول الحمض المخفف لازم يكون جهد اختزالها سالب ليس جهد الخلية جهد اختزال الفلز أقرب لكم الفكرة ستاتنا أمهاتنا الله يخليني إياهم والله يرحم أمي ويرحم أمهات الناس المتوفي وطول في أعمار أمهات أمهاتكم اللي قيد الحياة حبايب قلبي تلاقيها لما تكون لابسة خاتم ذهب أو إسوارة ذهب وبتكون مثلا تجلي أو بتغسل أو بتنظف في البيت وبتستعمل مواد كيميائية بتشلح الخاتم ما بتشلحه ليش؟ لأنه أصلي أستاذ طب لو كانت لابسة خاتم فالسو شو رح تساوي؟ رح تشلحه مباشر طب ليش رح تشلح الخاتم وروح تشلح الإسوارة؟ لأنه بتأكسد أحسنت هيك ممتازة هيك جاوبت عشر علامات عدفة الخربيش فبالتالي الفكرة هون لأنه بحلونه مباشر رح يتجاوبوني أستاذي طب أضرب لكم كمان مثال للشباب الإيش اللي كانوا هم صغار يعني مش كالجيين وإنتوا كنتوا صغار كنتوا تجيبوا قنينة ماء وهي تحطوا فيها شوية فلاش وتجيبوا قصدير مش قصدير ألمنيوم هاد تمام؟ تقسموه تقطعوه تقطعوه تمام؟ تحطوه جوه القنينة بعدا شو تسكروها لا باش تشرب فلاش هاد وتخض تخض 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 وترمي على الجيران صح؟ وتفقع بتطلع صوت عالي هذا تفاعل تأكسد واختزال اللي حطيته مش قصدير حطيته ألمنيوم والألمنيوم جهد اختزاله سالب بيتفاعل مع الفلاش اللي هو عبارة عن حمض الهيدروكلوريك حمض بيتفاعل معه بيتصعض غاز الهيدروجين أستاذي فلذلك الفيلزات اللي جهد اختزالها سالب تدوب تتفاعل تتأكسد تطلق تحرر غاز الهيدروجين أما الجهد اختزاله موجب لا يدوب لا يتفاعل لا يتأكسد لا يطلق لا يحرر غاز الهيدروجين تمام؟ طيب الفكرة هون أستاذي قبل ما نخشت على الجزئية هاي اللي أنا كنت أضيفها على الملف هاض وسيكلي ناسي الآن مثلا نقول لي السؤال سؤال موجود في الكتاب زيه إذا أو تنبأ هيك بيجا السؤال تنبأ بإمكانية حدوث تفاعل عند وضع الفلزات اللي هم الأي جي أو الأن آي في محلول أدسي أل المخفف يعني أنا بدي أشوف مين بدي يتفاعل مع محلول حمض المخفف يعني بالعربي لو جبت وعاء ووعاء وخطيت فيهم محلول حمض الهايدروكلوريك المخفف تمام وخطيت في وعاء هون قطب الأي جي وهون قطب الأن آي بقول أيهما يتفاعل مع محلول حمض المخفف مين بيتصاعد غاز الهايدروجين من خلال جهد الاختزال جهد اختزال الأي جي 80% جهد اختزال الأن آي سالب 23% مين اللي جهد اختزاله سالب الأن آي فالأن آي هو اللي بيتفاعل بس بس هيك أستاذي اللي جهد اختزاله سالب هو اللي يتفاعل اللي جهد اختزاله موجب لا يزوب لا يتفاعل لا يتأكسس زي اللي مطلقات هيك تردح تمام تفقنا حبايبي جلبي صلوا على النبي فبالتالي اللي جهد اختزاله سالب يتفاعل اللي جهد اختزاله موجب ما بحكيش عن جهد الخلية بحكي عن جهد اختزال الفلس عنده وضعه فيه محلول الحمض المخفف اللهم صلى على سيدنا محمد خلصنا هاي الجزئية تمام حبايبي نمسحها نمسحها نيجع على الجزئية اللي بعدها فيه اسئلة هل يمكن حفظ او هل يمكن تحريك بيجيني السؤال هل جهد ازاي هيك بحكي لي اللهم صلى على سيدنا محمد هل يمكن حفظ محلول في وعاء من او هل يمكن تحريك محلول بملعقة من بيجيني السؤال بيحكي لي السؤال هل انا بقدر احفظ محلول في وعاء او احرك محلول في ملعقة احضرتوا توم وجاري في حلقة من الحلقات كانتهم بدي يحضر ايش محلول اللي بيخليه كبير بيخليه متوحش زي جاري صح فبالتالي جابوا وعاء وصار يحط في محليل تمام بعدين حط نقطة صارت ايه صار في الفجار بعدين صار يحرك احرك طلعت المعلقة شو مالها ذايبة طلعت لونها اسود زي الخيط صح فأنا بقدر يعني هل بقدر توم يحرك هذا المحلول في هاي الملعقة لا لانها ذابت هو المحلول صح ولا لا فأنا عشان اقدر احفظ محلول في وعاء او اقدر احرك محلول في ملعقة لازم ما يصير تفاعل بينهم عشان ما يصير تفاعل يعني لازم يكون التفاعل غير تلقائي شو لازم يكون التفاعل غير تلقائي يعني عشان تكون غير التفاعل غير تلقائي لازم يتكون قيمة اينوت للخليه القلبانية شو مالها؟ سالبة يعني لازم يكون المهبط أقل من المصعد صح؟ طب لو أنا حكيت لك أنه المحلول دائماً وأبداً الأيون الموجب منه المحلول الأيون الموجب منه دائماً وأبداً بيكون مهبط والوعاء أو الملعقة أو الكأس أو الشوكي أو السكين أو المصمار أو البرغي أو القضيب أو القطب أو أي مادة صلبة هي دائماً وأبداً المصعد يعني لازم يكون عشان اقدر احرك او احفض لازم يكون التفاعل غير تلقائي وعشان يكون غير تلقائي لازم المهبط اقل من المصعد وبما انه دائما وابدا الايون الموجب للمحلول هو المهبط والوعاء او الملعقة او الكاس او المادة الصلبة او القطع هي مصعد فمعنا السؤال بنختصره كامل لانه السؤال جوابه نعم او لا وبالوزارة ما بيقول لي فصل اجابتك حتى لو كان سؤال كتابي معنا السؤال الاختصار شديد جدا بالطريقة اللو بتالية هل اي نوت اختزال الايون الموجب للمحلول اقل من ايش من اي نوت اختزال الوعاء او الملاق شفتوا الاقتصار ما اسهله باجي بتطلع اذا جهد اختزال الايون الموجب للمحلول اقل نعم يمكن حفظ اذا كان جهد اختزال الايون الموجب للمحلول اقل يمكن حفظ اعلى من جهد اختزال الوعاء او الملعقة لا يمكن حفظ تعالوا تنشوف السؤال ويقول لي السؤال هل يمكن حفظ كبريتات الخارسين زد اناس اوفور شايفين كبريتات الخارسين هذا المحلول بيهمني الايون الموجب منه وين الايون الموجب دائما على اليسار في وعاء مصنوع من الالمنيوم هذا الوعاء طبعا لازم اكون عارف انه ال رمز الالمنيوم طبعا بالعادي بيكون معطيين بس احتياط لازم نعرف فبنما يقول لي السؤال هل يمكن حفظ شو اختصرنا السؤال هل جهد اختزال الايون الموجب اللي هو زد ان اقل من جهد اختزال الال هيك بترجم السؤال هل اي نوت اختزال زد ان اقل من اي نوت اختزال المحلول الوعاء افوا اللي هي الال طب استاذ شو بعرفني بيكون معطينا جهد الاختزال الزد ان بيكون معطينا اياها سالب 6.7% والال سالب 1.66% حطوا هون سالب 76% وهاي سالب 61% هل السالب 76 أقل من السالب 61% الجواب لا فلنعم خلص سأعطين العافية هيك حليت السؤال طبعا أستاذ سؤال ضع دائرة كيف بدي يجي صبركم عليك كمان شوي رح نعرف السؤال الثاني هل يمكن تحريك محلول نترات الفضة A-G-N-O-3 بملعقة من النكل اللي هي ال-N-I تعالوا تنشوف هذا المحلول بيهمني الآيون الموجب منه شو باختصر السؤال هل E-NOT اختزال الآيون الموجب اي جي اقل من ايون الان اي اقل من اي اي نوت اختزال الان اي طب مش عارف جهة الاختزال يكون معطينا اياه هاي 80% وهاي سالب 23% هل الثمانين في المية اقل من السالب 23% بالله عليك اكيد الجواب لا ممتاز طب استاذي جواب نعم او لا كيف بدي يجي سؤال ضع دائرة استاذي بالنسبة لسؤال ضع دائرة ممكن يجيكم سؤال يحكي لكم السؤال اي المحاليل الاتية يمكن حفظ وعاء الاج فيه مثلا اي الاوعية التالية يمكن حفظ محلول كذا فيه تمام اي الملاعق الاتية يمكن تحريك محلول افصل ايش فيه فلازم يكون جواب اختزال المحلول اقل من الوعاء اي المحالي جواب اختزاله اقل من هذا الوعاء او اقل من هاي الملعقة او اقل من هاي الشوكة او اقل من هذا البرغي شو مكان حلولي هذا السؤال عن نفس السياق استاذي بعطيكم اقل من دقيقة اي جي 80% S-N سالب 14% M-G سالب 32% أنا بيه من الأيون الموجب نشطط يكون الأول حسب وين ما كان المحلول والسيار سالب 73% Go on حبيب القلب Go on حبيب القلب Go on حبيب القلب Go on حبيب القلب هل يمكن تحريك محلول نترات الفضة A-G بملعقة من الأسأن معنى السؤال هل جهد اختزال الـ A-G أقل من الأسأن؟ هل جهد اختزال الأيون الموجب للمحلول؟ أقل من جهد اختزال الملعقة؟ هل الـ A-G له 80% أقل من السالب 14%؟ طب السؤال الثاني هل الـ A-G كجهد اختزال أقل من جهد اختزال السيار؟ الـ A-G سالب 32% أقل من السالب 73% فالجواب شو؟ نعم طب إذا قال لي السؤال في السر إجابتك طبعاً بسألش لو قال لي بحسب E-NOT بطرح جهد اختزال الأيون الموجب للمحلول لأنه دائماً مهبط من جهد اختزال الملعقة أو الوعاء أو الكاس اللي هو دائماً مصعد إذا كانت موجبة تلقائي لا يمكن حفظ إذا كانت سالبة غير تلقائي يمكن حفظ أو يمكن تحريك في حد عندك سؤال؟ نجي على آخر جزئي أستاذي البث للساعة 3.5 تقريباً مدة ساعتين وشوي الآن أستاذي لأنه مهم جداً هاي المعطيات اللي أخذناها مهمة جداً جداً لازم نعرفها طيب صلو لعن نبي عشان ربنا يبارك لنا وبارك لكم إن شاء الله ويفتح علينا ويفتح عليكم جميعاً تعالوا لي على السؤال هذا هذا السؤال شبه وزاري معطيني جدول ومعطيني قيم إي نوت يقول لي السؤال أدرس الجدول الآتي الذي يتضمن عدد من أنصاف التفاعلات الإختزال وقيم جهود الإختزال المعياري لكل منها ثم أجب عن الأسئلة التي تليه الآن أستاذي قبل ما أطلع على الأسئلة ما أطلع في الأسئلة ما دام عندي جدول هذا الجدول شو بساوي فيه أستاذي أول شغلة طلعوا علي بقشكح البطيخة من النص بعدين عيسال البطيخة بيكون عامل مؤكسد وعلى يمين البطيخ شو بدي يكون عامل مختزل لأنه نصب تفاعل إختزال فاختزال عامل مؤكسد لو عكست التفاعل عامل مؤكسد تمام طيب ثاني شغلة برتب العناصر حسب جهود اختزالها سالب 23, 80, 34, سالب 61 هذه الخطوات لازم أعملها في كل امتحان وزاري في سؤال جدول جهود الإختزال فبادي بطلع هون هاي أقل وحدة فبكتب واحد عندها وبكتب أقل بعدين هاي اثنين بعدين هاي ثلاث بعدين هاي أربعة وبكتب جنبها إيش؟ أعلى ميزنا مين الأقل والأعلى كجهود اختزال هاي أعلى وهاي أقل وحلنا بناءا عليه تعالوا تنشوف السؤال الأول بيحكي لنا حدد أقوى عامل مؤكسد أقوى عامل مؤكسد أستاذي دائما وأبدا تعالوا لي هون شمال؟ تمام؟ أقوى عامل مؤكسد شو بيكون؟ أعلى جهود اختزال لأنه علاقة طردية أعلى جهود اختزال أقوى عامل مؤكسد تمام؟ أقل جهود اختزال أضعف عامل مؤكسد العكس تماما بالنسبة للعامل المختزل أعلى جهود اختزال أقل عامل أو أضعف عامل مختزل أقل جهود اختزال أقوى عامل مختزل العلاقة عكسية ديروا بالكم تمام؟ فبنيجي هون لما أجي أحكي أقوى عامل مؤكسد مين أعلى جهود اختزال؟ أعلى جهد اختزال الـ AG صح؟ هيا شايفينها؟ AG اللي بيجاوب ليـ AG أحلب لك على الفيسبوك إيه؟ طب ليش أستاذ؟ مش AG؟ AL يعني؟ شو أستاذ؟ شو تساوي؟ شو بـ AG أعلى جهد اختزال بس مش AG الجواب شو الـ A جواب؟ الجواب تطلعو؟ شو اللي عني يسار عندي هون؟ AG موجب الجواب AG موجب يعني يا أستاذ إذا نسيت الموجب يعني بغلط يعني بتطروح عليه العلامة إذا كان السؤال مقالي علامتين وإذا كان ضع دايرة خمس علامات آه نعم تغلط ليش أستاذ؟ لأنه الـ AG هي أضعف عامل مختزل يعني لو قل لي السؤال طلعو تكتب فرع خامس عندما يقول لي السؤال حدد أضعف عامل مختزل بكتب له في هاي الحالة AG بس إذا قل لي أقوى عامل مؤكسد AG موجب شفتوا شو الفرق؟ يعني الإشارة الشحنة إذا نسيناها السؤال كامل غلط واللي يجاوبوا السؤال السن الماضي دورة تكميل لدورة الصفية عبدوا على صابعهم على القصة هاي ديروا بالكم طب لو يجينا على السؤال الثاني بيقول لي حدد أقوى عامل مختزل أقوى عامل مختزل يعني إيش؟ عاقل إي نوت اختزال لأن العلاقة شو ما لها؟ عكسية أقوى عامل مختزل أقل إي نوت اختزال أنا كاتب عنده أقل أجاوب إي ألموجب ثلاث إذا جاوبت إي ألموجب ثلاث شو بعملوا لي؟ كمان بلوك على الفيسبوك ليش أستاذ؟ لأنه إي ألموجب ثلاث هي أضعف عامل مؤكسد بينما الإي أل هي أقوى عامل مختزل شفتوا شو الفرق؟ إذا كتبتها بشحنة أو بدون شحنة لأنه لو السؤال حكالي حدد إيش؟ أقل اللي هي الله مصدر محمد أه أضعف عامل مؤكسد أقسد في هاي الحالة شو بقوله؟ بقوله إي ألموجب ثلاث شفتوا شو الفرق؟ يعني السؤال باختصار يحاسب السؤال على الشحنة في حالة العامل المؤكسد والعامل المختزل أما في الأسئلة الثانية ما بيركزش عليها بقول لي ما المادة ما كده ما العنصر ما القطب تمام؟ أكتب رمز العنصر بس بدون شحنة بدون إيشي ولكن إذا بتتذكر الحصة الماضية كنا نحكي من AD إلى SIU بدون شحنة مثلا مين مش عارف مين لمين بنكتب رمز العنصر بس لما يقول لي العامل المؤكسد والعامل المختزل بيهمني الإشارة تفقنا إذا قال لي عامل المؤكسد دائما بيكون على يسار نصف التفاعل عامل المختزل عيمين نصف التفاعل أو حسب شو ما عطيني إياه اتفقنا ودائما بعطيني نصف تفاعل اختزال ما بيعطيني نصف تفاعل تأكسد ودائما الجهد هاض بيكون جهد اختزال واتفقنا اللهم اصلى عليه سيدنا محمد هاي نقاط مهمة جدا لازم ندير بالنا عليها لأنه كثير والله طلاب بيغلطوا فيها أقلمني إنه أقول له مش نفسها بس راحت العلامة لأنه الإشارة بتفرق نعم السؤال اللي بعده سؤال الثالث بيقول لي السؤال هل يستطيع عنصر النكل ناي اختزال أيونات الفضة اي جي عشان الان اي يختزل يختزل ال اي جي يعني بدي يكون شو ما لون شو بدي يكون يختزل يعني يكون عامل مختزل يعني هو شو بدي يصير عليه تأكسد والفضة شو بدي يصير عليها اختزال لأنه الان اي بدي يختزل ال اي جي صح الان اي النكل بدي تختزل الفضة يعني الفضة دي يصير لله اختزال والان اي دي تكون صير لها تأكسد وعشان الان اي نركز هنا أستاذ الان اي عشان يصير لها تأكسد شو لازم تكون أقل فمعنى السؤال إنه اختزال إنت لجيبها كلمة إيش أقل فلما يقول للسؤال هل يستطيع العنصر الأول اختزال العنصر الثاني الأول يختزل الثاني كلمة اختزال يعني أقل يعني هل اي نوت اختزال العنصر الأول أقل من اي نوت اختزال العنصر الثاني هل جهد اختزال الأول أقل من الثاني بس جواب نعم أو لا فبالتالي هون بسأل حالي سؤال هل الـ NI أقل كجهد اختزال من الـ AG من الجدول الـ NI كم جهد اختزالها سالب 23% الـ AG كم جهد اختزالها 80% فهل الـ NI أقل من الـ AG هل السالب 23 أقل من 80% الجواب نعم بس نعم ممكن يجي سؤال صح وخطأ نعم حتى في المكتب جاوبناه صح وخطأ أو جبناه سؤال صح وخطأ بس كفكرة في الوزارة بالعادة شو ما جابه ممكن يجيب وضع دائرة ممكن ممكن يقول لي أي العناصر الآتية تستطيع اختزال الاجي لازم يكون شو ما له أقل منها كجهد اختزال أي العناصر الآتية تستطيع اختزال سميرة سعيد لازم يكون جهد اختزال أقل منها سميرة سعيد منها سميرة سعيد شو بدر لي طيب خفرت في بالي بس سؤالي لي بعده وقل لي هل تستطيع ايونات الال موجب ثلاث أكسدت عنصر النحاس يو وضح إجابتك ايش يعني أكسده عكس السؤال اختزال بحيث لو حكا للسؤال هل يستطيع العنصر الأول ايش أكسدت العنصر الثاني إنه الأول يأكسد الثاني يعني هو شو بديصير عليه اختزال وعشان يصير عليه اختزال لازم يكون أعلى صح؟ يأكسد 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 يعني هو ديصير عليه اختزال ويأكسد الثاني فمعنى أكسد ايش يعني أستاذ؟ يعني أعلى فبالتالي بختصر السؤال هل إي نوت اختزال الأول أعلى من إي نوت اختزال الثاني وصلت الفكرة؟ الجواب نعم أو لا فباجي بختصر السؤال هل تستطيع الإي نوت أكسد أنه حاسي يعني هل إي نوت اختزال الإي نوت أعلى من إي نوت اختزال السي الإي نوت جهد اختزالها سالب واحد وست وستين في المية والسي أربعة وثلاثين في المية هل الإي نوت أعلى من السي الجواب لا طبعا إذا قال لي وضح حجابتك وما بقول لي طبعا في الوزارة بس هات سؤال فكرة وكتاب بيجي بحكي لي وضح حجابتك وستالب شو بحكي له بحسب جهد الخلية بطرح جهد اختزال المادة السيلي لاختزال من جهد اختزال المادة السيلي لتأكسد وبطلع معاي سالب في التفاعل غير تلقائي أو موجب التفاعل تلقائي بس مش أكثر بصة الفكرة فبدنا ندير بارنا بس اختصار السؤال نعم أو لا وبيجي في الأسئلة المقالية بالعادة إذا إجي سؤال ضع دائر ممكن يقول لي أي العناصر الآتية تستطيع أكسد الـ A-G لازم يكون أكسد الـ A-G لازم يكون أعلى منه أي العناصر الآتية تستطيع اختزال الـ A-G يعني لازم تكون شمالها أقل منه كجهد اختزال تمام؟ اكتبوا هاي الملاحظات أستاذي صوروها صوروها سكرين شوت لأنه ماضى الوقت كثير خلينا ننتقل للجزئي اللي بعدها أقل من عشر دقائق ومنختم حبايبي منخلص بثنا اليوم منخلص أفكار اللي هي المادة وإن شاء الله الحصة الجاي رح تكون إن شاء الله الحصة الجاي مبدئيا في موعدها إلا إذا حدث أي طارق موعدها الثلاثاء الساعة ثلاث الثلاثاء الساعة ثلاث بس اليوم أو الأسبوع حدث صار ضرف طارق صار فيه تضارف في المواعيد فأنا تنازلت في موعدي إلى أستاذنا وحبيبنا أستاذ أكرم الأحمد عشان يراجعكم في وحدة الحموض والقواعد وإن شاء الله استفدتوا منه كثير لأنه ما شاء الله قام علمية ما شاء الله تبارك الرحمن عنه الآن أستاذي طيب من دفع إيه؟ خذوا سكرين شوت حبايبي موجود هذا في المكثف على معظم صفحة رقم 9 نرجع من نزله وننزل على موقع حصص أولاين ضمن المكتبة تبع حصص أولاين مكثف الفصل الأول ملحق لأسئلة الوزارة ومكثف أسئلة الفصل الثاني طبعا الملحق محلول فيه جميع الأسئلة الوزاريين موجودة فيه السؤال اللي بعده تعالوا نشوفه بناء على مقارنة قوة العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة وهو السؤال من الكتاب وقل للسؤال مستعينا بجدول جهود الاختزالة المعيارية أجب عن الأسئلة الآتية وقل للسؤال رتب المواد الآتية تصعوديا وفق قوتها كعوامل مختزلة ركزوا معي أكثر شو العلاقة بين قوة العامل المختزل مع جهد الاختزال اللي بيحكي طردية بذبحك بطلع لك من الشاشة ركز معاي العلاقة بين جهد اختزال العنصر أو القطب مع العامل المختزل أو قوة العامل المختزل علاقة عكسية فبالتالي بقول لي السؤال رتب ليها التصاعديا وفق قوتها كعوامل مختزلة شو يعني التصاعديا وفق قوتها كعوامل مختزلة يعني من الأقل للأعلى يعني بدي أرتب من الأضعف كعامل مختزل إلى الأقوى كعامل مختزل صلينا عن نبي طيب فالأضعف كعامل مختزل هو الأعلى جهد اختزال والأقل والأقوى كعامل مختزل هو الأقل كجهد اختزال يعني أنا بدي أرتب تصاعديا من الأضعف كعامل مختزل للأقوى كعامل مختزل يعني من الأعلى كجهد اختزال إلى الأقل كجهد اختزال يعني تصاعديا كعامل مختزل يعني تنازليا كجهد اختزال يعني بدي رتب حكيت يعني كثير صح أعلى E نوت اختزال إلى الأقل E نوت اختزال وانت نوت لحالك فبالتالي هنا أستاذي بكون معطينا جهد الاختزال للزد أن سالب 76% للأن آي سالب 23% للسي أل 31% للأي جي 80% للأس أن سالب 14% لا تحكولي كيف حافظهم ربنا اللي يسر لي الآن أستاذي ركزوا معاي الآن أستاذي بدي رأطبهم حسب جهود الاختزال من الأعلى للأقل بكتبهم زي ما همي دا عليها شحنة بكتبهم عليها الشحنة ما بكتبها لأنها هي عوامل مختزلة فبالتالي هنا باجي بحكي أعلى جهد اختزال اللي هو السي أل فبكتب هون سي أل سالب بعدين الأعلى الأقل منه كجهد اختزال بعد الأي جي شو بدي يجي أستاذي بعد الأي جي بدي يجي أس أن هاي الأس أن بعد الأس أن شو بدي يجي الأن آي ممتاز بعد الأن آي شو بدي يجي زد أن وباجي بكتب له هيك تزداد قوة العامل أش المختزل طبعا زي هيك بيجي في الامتحان لا أستاذي يعني بيجي ثلاث عناصر وبقول لي ترتيبة حسب جهود الاختزال أو ترتيبة حسب قوة العامل المختزل أو حسب قوة العامل المؤكسد ديروا بالكم هسا جهد الاختزال والعامل المؤكسد طردية فترتيب تصاعدي نفسه ترتيب تصاعدي لنفسه تمام ولكن إذا قل لي كعامل مختزل بدي عكس الترتيب إذا قل لي تصاعدي كعامل مختزل يعني تنازلي كجهد اختزال يعني تنازلي كعامل مؤكسد بس الصيغة هي اللي بتختلف فيه حد بدي يسأل تمام الآن السؤال الثاني شو بيحكيلي أي العناصر تستطيع اختزال الأسأل موجه باثنين ولا تستطيع اختزال السيدي موجه باثنين شو يعني يستطيع اختزال حكينا قبل شوية كلمة تستطيع اختزال يعني أقل ولا تستطيع اختزال لا تستطيع اختزال معناتها أكسدة وأكسدة شو معناتها أعلى لما يجي يسألني السؤال هذا النمط القبل الأخير لعند السؤال أي العنصر أو حدد العنصر الذي يستطيع اختزال ولا يستطيع اختزال أما يقولي أو يقولي السؤال بدل كلمة لا يستطيع اختزال يقولي يستطيع أكسدة أو يقولي السؤال حدد العنصر الذي يستطيع أكسدة عنصر معين ولا يستطيع أكسدة عنصر ثاني أو بدل كلمة لا يستطيع اكسدة يقولي يستطيع اختزال نفسها لا يستطيع اكسدة يعني يستطيع اختزال في الحالتين أستاذي نختار العنصر اللي ما بينهم لما أجي أقول أنا العنصر الأقل من وأعلى من بد يكون بيناتهم حسب جهود الاختزال فهون نختار العنصر الذي ما بينهما حسب الترتيب التصاعدي لقيام إنوة اختزال بختار العنصر اللي بينهم حسب ترتيبهم في جهود الاختزال يعني أنا بكون واتبت العناصر حسب جهود الاختزال وبختار العنصر اللي ما بينهم حسب الترتيب التصاعدي تمام لأنه لما يقولي السؤال حدد العنصر الذي يستطيع اختزال يعني أقل من هذا ولا يستطيع اختزال يعني بد يكون أعلى من هذا يعني بد يكون بيناتهم أو حدد العنصر الذي يستطيع اكسدة ولا يستطيع أكسده أو يستطيع اختزال يعني يكون نفس الشي بيناتهم لا أستاذي ما بهمني بكتب رمز العنصر ليس إلا تفقنا عكون يستطيع اختزال يستطيع أختزال يعني هذا يصير له اختزال يعني بد punches عام المواكسد ولا يستطيع اختزال السيدي موجة باثنين يعني ما بيقدر يختزله الفكرة هون اللي بهمني رمز العنصر ليس إلا فبختار العنصر اللي ما بينهم احفطوه لياهم أسن أو سيدي تعالوا لي على الجدول بإمكانكم تفتحوا على الجدول عندكم بالكتاب تمام الآن أستاذي هاي الـ SCD وهي الـ SN شايفينهم هاي الـ SN وهي الـ CD العناصر اللي ما بينهم اثنين الـ CO والـ NI بكتبهم أستاذي آه بكتبهم كرموز CO و NI وصة الفكرة يعني الـ CD هاي ترتيبه هون والـ SN هاي ترتيبه هون هاي الـ CO وهي الـ NI بيناتهم طبعا في الامتحان بيكون مش مرتب لي اياهم فأنا بدي أرتب وصة الفكرة يعني مثلا بيكون معطينا زي هذا الجدول العنصر وقيمة إينوت اختزال وأنا بدي أختار العنصر اللي ما بيناتهم احنا جاوبنا هون الـ CO والـ NI مثلا في هذا الجدول لو قل لي مثلا حدد العنصر بدي أكتب لكم سؤال بناءا على الفكرة نفسها تمام حدد العنصر الذي الذي يستطيع أكسدت الـ CU لا خلينا نحكي هون الـ NI ولا يستطيع أكسدت الـ AG أو ممكن يبدل لي إياها بيستطيع اختزال الـ AG رتول العناصر هون العناصر أستاذي أقل واحد مين هو السالب 76 هاي واحد بعدين هاي اثنين هاي أقل صح بعدين هاي ثلاث بعدين هاي أربعة بعدين هاي خمسة باجي بحكي الـ NI شو رقمه ثلاث ترتيبه ثلاث أنا مليش في جهد اللي خلص رتبت حسب جهد الاختزال وـ AG شو رقمه خمسة شو الإشي ما بين الثلاث والخمسة الأربعة الأربعة هيش هو السيو فلما يقول لي السؤال حدد العنصر الذي يستطيع أكسده ولا يستطيع أكسده أو يستطيع اختزال ولا يستطيع اختزال يعني ممكن نفس السؤال جوابه نفس السيو اعكسه احكي يعني حدد العنصر الذي يستطيع اختزال الـ AG ولا يستطيع اختزال المين العنصر لهذا الثاني اللي هو NI شو بدي يكون الجواب نفس السيو يعني بدي يكون بين الـ AG وبين الـ NI حسب الترتيب التصاعد للعناصر بناء على جهد الاختزال فلما يقول لي السؤال حدد العنصر الذي يستطيع أكسده ولا يستطيع أكسده أو يحدد العنصر الذي يستطيع أكسده ويستطيع اختزال أو حدد العنصر الذي يستطيع اختزال ولا يستطيع اختزال أو حدد العنصر الذي يستطيع أكسده نفس الشي بيرتب العناصر حسب جهودها بقلي مثلا يستطيع اختزال خمسة ولا يستطيع اختزال ثلاث بدي يكون بيناتهم أربع اللي هو حسب الترتيب التصاعد لقيام العناصر حسب جهود الاختزال هيك أستاذي بما أنه خلصنا الأفكار تقريبا تمام إن شاء الله إحنا وصلنا عند إيش أول نمط من أنماط أسئلة الوزارة هذا رح نأخذه إن شاء الله الحصة الجاي في بداية الحصة الجاي رح نبلش نحل فيه هذا النمط ورح نشوف شو أنماط أسئلة الوزارة المقالية بالنسبة لجدول جهود الاختزالي المعياري كامل طبعا الأفكار كاملة رح أفرجيكم إياها بناء على المكثف الحصة الجاي ورح نشرحها ظهل فكرة بسيطة جدا نأخذ الحصة الجاي إن شاء الله من حل هاي الجداول من حل جميع الأنماط سواء كانت أنماط الجداول أنماط الشفوية أنماط العبارات أنماط التفاعل الكامل أنماط أسئلة الضع دائرة هذا كله رح يكون الحصة الجاي تمام؟ يعطيكم ويرضيكم ربي يفتح عليكم وينور عليكم ويسعد روحكم ونشوفكم إن شاء الله في كل خير ومحبة حبايب القلب لقاء آخر إن شاء الله موعدنا مبدئيا يوم الثلاثاء القادم الساعة الثلاثة إن شاء الله بتمنى منكم إنكم تعمل مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد طبعا هذا الفيديو فيه جزئية نفسها أو الفيديو نفسه مشروح على الفيسبوك باسم فيديو لموقع حصص أونلاين دوروا على الفيسبوك اكتبوا جدول جهود الاختزالة المعيارية يوسف القاق حصص أونلاين بتلاقوا الفيديو موجود على الفيسبوك بتلاقوا الفيديو نفسه موجود على اليوتيوب كمان مشروحة فيه أنماط اللي رح نأخذها لحصة الجاي ورح نضيف عليها أنماط أسئلة الضع دائرة إن شاء الله السلام ختم والسلام عليكم ورحمة الله